طيب بسم الله الرحمن الرحيم المفروض النهاردة ان شاء الله هنبتدي تاني لكتشر او تاني سيشن في شابتر 2 اللي اسمه نيرو السيستم بالمناسبة برضو عشان افكر الجميع حين يا جماعة لما قلت لكم العشرة شابترز اللي موجودين عندنا في كلهم كان فيه تلاتة شابترز خلاص وسبعة شابترز السبعة دول كل السيستمز اللي في الجسم وثلاثة مجموعهم بيتكلم عن النيرو السيستم تمام بس مثلا اول واحد فيهم كان اسمه نيرونز وسينافسس وسيجنالي التاني اسمه نيرو السيستم التالت اسمه سين سيروموتور اكتيفتي او ميكانيز فانا مش معنى انا بقول النهاردة في اللي هو ايه في النيرو السيستم يبقى نسه في تشابتر وان هو انا في تشابتر 2 ان شاء الله السيشن اللي جاي يخلص كمان طيب نبدأ كده على بركة الله السيشن بتاعنا بعنوان وعايز اتكلم عن البرين وان البرين ده متقسم لحاجة اسمها ريجينز مناطق والمناطق دي لها وظيف معينة عايز اعرف بقى بداية نشأة هذه المناطق وكل منطقة فيها اسمها ايه سواء بدأ بقى بكلام كده برضو ان شاء الله انت بتقرام النوتس اللي بديها لك يبقى سهل جدا جدا بإذن الله خلاص يلا كده نبتدي على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم اولا عايزين نعرف بس تعرفين الاروزل والسليب هما دول عبارة عن ايه اولا كده الاروزل اللي هو الانسان منتبه حالة الانتباه هو state من الاورنس حالة من الوعي بالعالم الخريجي اما الاسليب هو حالة بيبقى فيها الاكسترنال استيميولاي انا بخدها باستقبلها عادي جدا ولكن نوت ناشي consciously perceived يعني الكلام ده انا دلوقتي وانا نايم انت ممكن تندهلي انا وداني هتستقبل الندهة دي ولكن مش هتستجيب ليها ليش هبقى واعي ان انت بتندهلي خلاص ممكن استجيب اقول لك اه كده انا يعرف اللي هو لما ييجي حد مثلا يقول لك يا عمنا صحتك من النوم وقلتلي سيبني انام شوية تقول له انا انا قلتلك كده انت ازاي ما صحتنيش سيبني لحد دلوقتي يا عمنا قلتلك والله اه هو قالك بس انت في حالة من الايه هو انت استقبلت اللي هو الهولك ولكن انت غير واعي به not conscious تمام كده فده من الحاجات المهمة جدا لازم نكون عارفينها ان الاسليب هو عبارة عن state بيبقى فيها in which external stimuli are received ولكن not conscious ماشي consciously perceived ولكن انت مش بتستقبلها بوعي ولكن مش بتستقبلها بايه بوعي ده كده تعريف الاروزل وتعريف الاسليب تمام طيب يجي يقول لي بقى كده حاجة الا وهي عن الاسليب ماله بقى الاسليب يا سيدي ملحوظة كده صغيرة n b يعني n b من الحاجات المهمة جدا يعني سيكر كده الناس مثلا مين يا جماعة يعرف يعني n b سؤال مهمة ناخد بالن الحمد لله احسنتم تبرافو عليك فرحتوني طلعب عليها ملحوظة ايوة طبعا على جوجل ترسليت اه لا يعني اه شفتي طلعت صح ملحوظة صح ولا لا والملحوظة فعلا لازم ناخد بالنا منها اه ده حاجة مهمة طيب المهم في بقى عندنا الاسليب تخيل بقى الكلمة اللي اقولها لك ده الاسليب ده يا جماعة يقول لي بيبقى عبار عن اكتف استيت قال له دكتور ازاي انا انا نايم نايم اكتف استيت ازاي قال لك اكتف استيت بالنسبة للبرين على الاقل ازاي الكلام دكتور اه والله هما جوم عملوا كده شوية تجارب جوم جابوا بني ادم نايم وحطوه على جهاز الامر اي اللي هو بتاع جهاز الرانين المغناطيس وصوروا المخ لقوا ان البرين وبرضو حطوا الالكتروز اللي هي بحطوها على البرين على المخ عشان خاطر يسجيلوا حاجة اسمها الكترو انكفالوجرام اللي هو رسم كهربة المخ لو انا وانا ببقى نايم المخ بيبقى في حالة in active state ما ببقاش نشط كنا نلاقي الخط بتاعه ماشي كده ولكن وإحنا نايمين لقينا الخطوط بتطلعوا بتنزل معنا كده ان البرين حتى أثناء وإحنا نايمين بيبقى active ولكن طبعا less active أكتر من وانا ايه من وانا صاحي ما بقاش active زي نفس درجة وانا صاحي فيقول لي الموضوع ده مهم جدا عشان عملية الميموري والليرنج يعني ليه بيبقى active أثناء النوم ليه البرين انت شغال ليه يا برين شغال أثناء النوم يقول لك يا دكتور لأن احنا دايما كده يقول لنا ده وانت في حاجة صعبة ومش عارف تحفظها نعمل ايه بص في كده تذاكر خلاص وتنام بعد ما تنام قال لك المعلومات بتبتدي تترتب في مخك بطريقة معينة فالمخ شغال أثناء النوم بيرتب في المعلومات تمام هو بيبدأ عشان يرتب الزاكرة الميموري بتاعتك ويساعدك على الليرنجا والتعلم هي دي فايدة أن يبقى أكتب أثناء ليه السليب عظيم في بقى حاجة اسمها لما ناخد إن شاء الله الكارديو فاسكيلر لو جهاز القلب والعوية دموية ناخد حاجة اسمها ECG رسم كهربة القلب في بقى حاجة زيها في المخ اسمها EEG لاستقيلها من شوية ورسم كهربة المخ دي اختصار حاجة اسمها إلكترو إنكفلو جرام وكلمة إنكفلو معناها برين فكلمة إلكترو إنكفلو جرام رسم كهرباء المخ لها EEG ده بنسجل النشاط الكاربي للمخ recording للإلكتريكا الاجتفتي of the brain تمام كده يا شباب ده بالنسبة ليه شوية الحاجات اللي في البداية كدفينيشن تعال بقى نبتدي نخش في البرين ونبتدي كده بيه بسم الله الرحمن الرحيم كان في حد رفع يديه تابعا باسملة سألي حاجة مستر مش البروسيس بتاعت البرين وهو بيخزر البعلوات اسمها brain consolidation brain إيه consolidation consolidation بصي هو الconsolidation دي ليها يعني مصطلح في الباثولوجي كده يعني بياخد سكة الأمراض شوية خلاص ولكن هي فكرة إنه بيعمل حاجة اسمها arrangement of information في الbrain cells بتاعتي العملية ممكن يطلق عليها كده كعملية ولكن اللفظ ده كطبيا بيستخدم مع جسم الإنسان أكتر خلاص مع الأمراض يعني diseases كلمة consolidation تمام تمام هيا عبد الله هو ايه دكتور اللي بيخلي الإنسان مثلا يحس إنه عايز ينام أو بيخليه خش في النوم يعني لا دي حاجات تانية بتبقى موجودة برضو في المخ جوة المخ نفسه في حاجة اسمها مركز النوم احنا عندنا sleep center بيبقى موجود في منطقة الhypothalamus احنا عندنا مراكز مهمة جدا غير مراكز القلب والعاية ده ما هي الكلام ده كله عندنا مركز الجوع مركز العطش مركز الشبع مركز النوم مركز تنظيم درجة الحرارة معظم دول بتلاقيهم موجودين جوة الhypothalamus طبعا بيساعد الكلام ده كله cerebral cortex اللي القشرة المخية من بره تمام يا شباب تمام حد ما كونتلي الbrain اللي احنا عارفين شكله بالمنظر ده البداية بتاعتك كانت من تيوبة اسمها neural tube لقينا بقى نيورال تيوب دي كان فيها تلاتة bulges تلاتة anterior bulges تلاتة حاجات برزة كده اي هم تلاتة bulges دول بقى اول واحدة اسمها four brain وبعد كده واحدة اسمها mid brain واحدة وراء اسمها hind brain أو hind brain خلاص hind brain يبقى عندي قدام من قدام الوراء حاجة اسمها four brain فور معناها قدام ومد brain وراء hind brain تمام دول البداية بتاعتي التلاتة دول مع بعض بيبتدوا يكونولي بعد التمايز وإن يبدأ يحصل لهم differentiation يبدأ يكونولي حاجة اسمها adult brain طيب المفروض ادي التلاتة هم اللي احنا قلناهم دول بيكونولي adult brain كلام منصق خطيره ثواني طيب في عندنا جزء من brain بقى اسمه brain stem يا جماعة ده اللي انا هرسمه هنا اهو بص كده اهو 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 اللي بالقزلة ده اسمه brain اسمه brain stem جزع الدماغ هو ده brain stem ده المفروض تلاتة اجزاء ادي واحد ادي 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 اول جزء فيهم اللي هو سميها mid brain ودي بيبقى فوقيها جزء وتحتها جزء يقولك هي عبارة عن من mid brain وجزء من hind brain اصلا hind brain احنا ناخده دلوقتي عبارة عن ثلاث حاجات او بيكون من ثلاث حاجات ايه بقى hind brain حاجة اسمها pons وحاجة اسمها ميضالة ابلونجاتا وحاجة اسمها سريبيلوم اللي هو المخيخ جزء منهم اللي هم اللي اتنين دول البونس والميضالة ابلونجاتا ادي اللي في النص دي اللي انا بلوينها باحمر دي عبارة عن البونس واللي في الاخر بلوينها باخضر دي عبارة عن الميضالة ابلونجاتا التلات اجزاء الملوينين في البرين دول اسمهم brain stem يبقى brain stem عبارة عن ثلاثة اجزاء اول حاجة فيهم اسمها mid brain الدماغ الاوسط وفي الاخر اسمها ميضالة ابلونجاتا انو خاع المستطيل ووصل ما بينهم انطرة زي قنطرة كده سمع كده دكتور ايوا الناس بقى النيورال تيوب ده بيكون بيتكون يعني لما الانسان بيكون موجودة من وانا جنين وانا لسه بتميز وانا لسه جسمي بيتكون وانا لسه اعضائي بتتكون تمام طب والبريم كله بيتكون من النيورال تيوب انا دلوقتي هقول لك البيين ده جيه ازاي بس انا بقولك مين هو البيين دلوقتي تمام تمام يا شباب يبقى البيين استم عبارة عن الميت برين اللي هو ده اللي هو جزء هو منه اللي هو ده كده ده الميت برين والهين برين فيه جزئين منه التالت مش عايزينه جزئين منه لو الفونسون ميضالة مع الميت برين بيعملوا لي حاجة اسمها برينستيم لما بصيت على شكله كامل هو اللي ظاهر قدامي في الرسمة اللي أنا ملونه بتالت ألوان دول ويقول لي البرينستيم ده بيبدأ يكمل بعد كده لو أنا كملت التحت كده بيكمل بالسباين الكورد اللي هو الحبل الشوكي ده كده خلاص الصوت يا جماعة خلاص يبقى بالنسبة ليه الاسباين الكورد بيبدأ يلتحق بي البرينستيم ده فين بقى عند البيزوف ده برين عند نهاية البرين من تحت طي فيه بقى حاجة أخيرة اسمها سريبيلوم سريبيلوم ده بيسموه بالعربي كده المخيخ ده بيبقى موجود في البرين من وراء هنا كده ده مسؤول عن توازن الجسم هناخده لسه قدام مسؤول عن حفظ توازن الجسم حتى لما ناس بتيجي تضرب مثلا بشومة على دماغهم من وراء بيفقدوا توازنهم لأنهما بيتخبطوا على منطقة المخيخ السريبيلوم ده لا تفتكر انا كنت اقيله من ضمن الأجزاء بتاعة الهايند برين التلاتة دول كان اسمهم هايند برين أخدت منهم اتنين اللي هو البونس والميضالة بلونجاتا حملتهم في الجزء بتاع البرينستيم مع الميت برين الجزء التالت في اسمه سريبيلوم فالسريبيلوم هو جزء هو باقي الهايند برين ويبقى موجود وراء البرينستيم بقى البرينستيم التلاتة ألوان من اللوينين هو وراهم الأورنج ده ده كده بالنسبة للتركيب البرين بتاعنا تمام تعالوا بقى نعرف بقى بالتفصيل البرين ازاي تكون كل واحدة من الفور برين والهايند برين والميت برين اتكونوا او كونولي البرين اللي احنا عارفين شكله الاساسي ازاي يا الله الناس اللي لسه دخلت تابع معي احنا ما قلناش حاجة يعني واو لحد الوقت طيب بصوا جده شباب نكبر الرسمة شوية ونبتدي نبص ده اول ما بدأنا بدأنا بحاجة اسمها نيورال تيوب سبحان الله الجهاز العصبي بذات المخ بتاعنا في اول شهر كان عبارة عن المنظر اللي على الشمال تحت ده النيورال تيوبية اللي بينا قدامنا فيها الجزء اللي بالاحمر شوية ده اللي انا زللتها من بره بالورنج ده اسمه الفور برين وبعد كده اللي بالبنافسي جي وراها ده اسمه الميت برين وبعد كده اللبني او البيبي بلو اللي وراها خالص ده الهيند برين دول كانوا تلات اجزاء ده في اول شهر هيجي بقى في البعد كده خلاص اللي هو اول شهر معناه اول اربع سبيع في الاسبوع الخامس هنبدأ نلاقي بقى الفور برين بيتمايز ويكونني اجزاء الميت برين تتمايز وتكون لي اجزاء والهيند برين يتمايز ويكون لي اجزاء ايه بقى الاجزاء اللي كونوها كالقاتي الاول واحد الفور برين ادالي اتنين كفلون هما كلهم بيدوا حاجة اسمه كفلون لان كلمة او ان كفلون كلهم بيدوا ان كفلون لان كلمة ان كفلون كده كده معناها brain بس أول واحد بيدي حاجة اسمها تيل انكفلون تيل انكفلون وبعد كده بيدي مع حاجة اسمها inst algun يبقى كلمة انكفلون سبتة هي أول واحدةoud وبعد كده idy وبعد كده المادي برين بيدي واحدة بس اسمها Franz انكفلون أو ز انكفلون والهيند برين يدي اتنين يبقى عندي المادي برين ادت واحدة ده الفور برين ادتت اتنين خلاص والهيند برين برضو ادى ايه ادى اتنين تعالوا نشوف كده الاثنين بتوع الهيند برين واحدة اسمها مت انكفالون واحدة اسمها مايل انكفالون طيب دول المفروض خمسة ريجنز اطعطوا عن طريق تلاتة ريجنز اللي احنا عارفينهم اللي هو الفور برين والميت برين والهيند برين ده عند الاسبوع الخامس كنا بنسميهم بالتسميات الاتية الفور برين ادى اتنين حاجة اسمها تيلن كفلون وحاجة اسمها ضين كفلون قادي الاثنين اهو وبعد كده الهيند برين ادى اثنين اللي هو الميت ماشي الميتن كفلون الميتن بالتي متن كفلون والميلن كفلون اثنين ام يبقى الهيند برين بيدي اثنين ام متن وميلن كفلون اما الميت برين بيدي واحدة بس اسمها ميلن كفلون ده عند الاسبوع ليه الخامس لما يبدأ يكتمل نمو البرين في الاخر كل جزء من دول بيدي او بيتحولل جزء بعد كده اللي هو الجزء الاساسي بتاع البريين بتاعنا دلوقتي يعني مثلا اثckالن هزي Buddha يدي لي جزء شايف كده شايف كده دا كده عبارة عن الثلين كفلون. واللي ورا الاحمر ده عبارة عن الضين كفلون اللي اتنمع بعض دهو ده اسمهم الفور برين فلاقينا يبقى ان الاصفر ده اللي هو التيلين كفلون لما كبر شوية وتميز ادالي الاصفر الكبير اللي انا عمال اظل العلي بالازرق ده. اللي احنا بنسميه السيريبروم. او السيريبرال كورتكس اللي هي الاشرة اللي هي المخية. تمام? ده عن طريق التيلين كفلون. دكتور ممكن تدخل روضة معلش? انا والله بلتها بس مش عارف مالها. لا لا خلص انا دخلت يا جماعة. تمام? ده كده اولا اول حاجة. الحاجة التانية لو جينا بصينا على الضين كفلون اللي هو الجزء الاحمر اهو ده كده جزء برضو من الفور برين. الضين كفلون ادالي الجزء الصغير ده اهو اسمه ضين كفلون. ده مجموعة من النيوكلياي مع بعض. عبارة عن منطقة او مجموعة نيوكلياي اسمها سالمس والهايبو صالماس وحاجة اسمها ايبي صالماس بس مش مشهورة الابي يبقى عندي صالماس فوقيها ايبي صالماس تحتها هيبو صالماس الصالماس والهايبو هم اللي مشهورين اوي تمام? طيب ده كده الاتنين يبقى ضين كفلون اسمه ضين كفلون ومجموعة من النيوكلياي واللي في النص دور. صالماس وايبو صالماس وايبي صالماس. ده كده خلصنا الفور برين. واستمى فور برين لانو بيدي الجزء الامامي من البرين. ده كده الجزء الامامي اهو. خلاص. نيجي بعد كده. نلاقي بقى في النص اللي هو الجزء البنفسي جده. الجزء بنفسي اللي أنا بلونه بأزرق ده كده اسمه ميزن كفلون وده بيبقى جاي من الميت برين ويديني في الآخر ميت برين فين ده بقى تعالى نبصت كده نظلله بلون محترم اللون المحترم أخضر مثلا ده كده اللي أنا لو أنتم بأخضر بالرسمة ده اسمه ميت برين ميت برين لأن فوقيه جزء اللي هو الفور برين وتحت جزء اللي هو الهيند برين فتسمى الدماغ الأوسط اللي في النص ما بين الاتنين دول اسمه ميت برين وإحنا اتفقنا أن ميت برين هو أول جزء في البرين استيم نيجي بعد كده الهيند برين الهيند برين أنتوا بقى مهمتكم تعرفوا أن الفور برين بيكاومن كذا وكذا وكل فيه مواحد يدي كذا يعني المخطط اللي فوق ده لازم يكون محفوظ لما بيجي فيها سيلة مستيكي مهمة جدا وسهلة يعني هي تبقى عبيطة تمام؟ الهيند برين بقى عبارة عن حكتين ميتن كفلون وميلين كفلون الميتن كفلون بتدي لي فقط فقط البونس تعال ألون كده البونس أهي قنطارة برون الحاتة دي وده برضو جزء من البرين استيم خلاص اسمها بونس ودي جاية من الميتن كفلون الميتن كفلون بتدي حاجة اسمها بونس تمام؟ أما الجزء الأخير بقى لو إحنا لونناه بين بيتي مثلا ميلين كفلون ميلين كفلون بيدي ميضلة ميلين كفلون بيدي ميضلة وبلونجاتا اللي هو الجزء ده خلاص فلو احنا بصينا بقى على التلاتة الوان دول اللي هو النبيتي والأورنج والأخضر التلاتة دول بيعملوا حاجة اسمها برينستيم تمام وراهم بقى ركز كده مع بعض الجزء بتاع مين بتاع السيربيلوم وراهم جزء بتاع السيربيلوم طب تقولي السيربيلوم ده مين اللي بيديه برضو الميتين كفالون يبقى الميتين كفالون بيدي اتنين ادى البونس وادى السيربيلوم تمام طبعا دي حفظ بيور حفظه وتوضيح الرسمة ما فاش اي حاجة تخليك تتساءل وتستغرب اي شيء يعني تمام حد عنده اي سؤال طبعا بنوصل في الاخر لما بيبدأ يكتمل نمو الجنين ويكتمل نمو البرين بنبقى بالمنظر اللي موجود على الايمين ده خلاص ده كده بالنسبة لي تكوين البرين شوف الكلام منصق وجميل جدا تعال بقى نبتدي نمسك جزء جزء من اجزاء البرين ونبدأ نتكلم عليه لان الكلام فيه جميل جدا 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 بسم الله اولا كده السيريبروم السيريبروم ده بيسموه خلي بالك فيه عندي السيريبروم وعندي حاجة اسمها سيريبيلوم عشان بتعود تتلخبطه سيريبروم ده اللي هو المخ ومقصود بيه الاشرة المخية اما السيريبيلوم مقصود بيه المخيخ وده اللي مسؤول عن التوازن الموجود فيه خلف المخ وورا البرين ستم طيب اولا كده السيريبروم السيريبروم هنا كده يا عبدالله لو احنا هجينا نتكلم على بتاعه بيبقى مقصود نصطين يمين وشمال حتى بنقول عليه نصفي القشرة المخي اسموهم اتنين سيريبرال اتنين لنماريت ورفت سيريبرال هيمي سفيرز هيمي معناها نصف وسفير معناها كورة نصف كراوي او نصف دقيرة تمام ده السيريبروم اتنين سيريبرال هيمي سفيرز وكلمة سيريبرال معناها مخي حتى الشرايين اللي بتغذي المخ يا روضة اسمها سيريبرال ارترس اسمها ايه سيريبرال ارترس طيب ايه بقى الفونكشنز الوظائف بتاع المخ يا جماعة اولا اولا لو انا جيت رسمت المخ بالمنظر ده هلاقي فيه بيبقى فيه حفر لدخلها جوه في حاجات طالعة البره طيب الحفر اللي انا نسميها بالازرق دي لو جينا قدامها في المنطقة دي هلاقي مركز الحركة اللي بيطلع منه اعصاب العصاب دي بتروح للعضلات تحركها والعضلات ديكون عضلات ايرادية يبقى اولا كده بيكونترول الاسكيليتر الماصل كونتراكشن بيتحكم في الوظائف الارادية او انقباض العضلات الارادية الاسمها سكيليتر الحاجة التانية يا جماعة لو بصينا بقى في احد المناطق بتاعته اللي هي بصالة بس الموجودة هنا اللي كانت احد مناطق ضيين كيفلون هلاقي اني بيبقى فيها المراكز بتاع مركز التعلم مركز الذاكرة الميموري مركز الاموشن يعيني واحدة تعاية وتتنزل دموع وتفضل بقى يعني حاجة اخر مياعة او اخر يعني امس او البرسبشن الادراك كل دي وظائف موجودة في البرين عموما متنطولة في اماكن ايه مختلفة يعني مثلا الميموري فيه جزء منها في الفرانتال لوب جزء موجود في البرائتال لوب وهكذا الليرنينج لها برضو امناطق مختلفة 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 في المخ الاموشنز البرسبشن الادراك كل ده من وظائف السريبرال كورتيكس انا جمعتهم لك في النقطتين جمال جدا تمام طيب الكنترول المفروض بقى ان النصفي القشرة المخي دول بيتحكموا بيعملوا كنترول في الجسم بس لقينا بقى حاجة ايه بقى ان انا مثلا هبص على المخ من قدام فهبدأ لقيه نصين نص موجود يمين ونص موجود شمال ودي البرينستين مثلا نزل يا دي رسمة كده مؤقتك لا بي لحد ما نرسم الرسمة الجميلة بتاعتي ودي عندي بعد كده رقبة الانسان ودراعه بالمنظر ده الله عليك سلم رسمك جميل ويقر في الايه ويقر في القطة كده مش اقول لي يقر في الكلب يعني عشان احنا في ريكورد وده ريكورد ناس محترم يعني فلاقينا ايه بقى في الكنترول بتاعنا ان ده مثلا الريت لوب وده كده الليفت لوب الليفت بيتحكم في نص الجسم اليمين والريت يتحكم في نص الجسم الشمال فنقول عليه ان كل جزء من البرين بيكنترول الابس سايد من البادي عشان كده لما واحد مثلا يحصلوا جلطة في مخه الشمال نص جسمه اليمين هو اللي بيتشل ولو حصلوا جلطة في نص مخه اليمين نص جسمه الشمال هو اللي يتشل وهكده على عكس صحيح تمام او يفقد في الاحساس والايه والحركة مع بعض مدام ايه مدام المخ باص تمام كده يا شباب ده بالنسبة للكنترول طيب انا دلوقتي عندي بقى حاجة مهمة جدا ايه بقى يا دكتور حاجة مهمة بتاع حضرتك دي عشان انت بس يعني ايه 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 ما بتعوش تعمل فيها مهم علينا لا مش مهم ولا حاجة حبيبي بص كده احنا دلوقتي نبتدي نرسم البرين كروبي ولين نرسمه لما هو ممكن يكون مرثوم احسن كده طبعا رسمتي احسن ولكن يعني للتواضع بص كده على رسمة البرين اللي تحت دي المفروض يا جماعة اللي انا هابدأ اسمه ده ده نص مخ ادي كده ده نص تمام وزيه الناحية التانية وزيه ايه الناحية التانية اللي هي دي تمام كده طيب دول كده مفروض نصفي قشرة مخي النصفين دول انا دلوقتي ده بيشتغل بالتعاون مع ده طب هما الاتنين متوصلين مع بعض ازاي بمجموعة فايبرز انت شايفينها الخطوط السودة دي اللي انا بظللها بازرق مجموعة الفايبرز دي وظيفتها انها بتكون نكت ما بين التو لوبس اوف دابرين توصل ما بينهم عشان تعمل ترابط في الوظائف فنسمي المج علموعة دي اسمها كورباس كالقوزام اسمها ايه. كورباس كالقوزام تاني اسمها ايه كورباس كالقوزام ايه الكورباس كالقوزام دي. مجموعة من الفايبرز بتربط الاتنين فيواو ببعض تمام اللوبي اليمين فيواب الشمال تقول يا دكتور معا ما يتربطش ببعد يعنى احنا عيزين نربوته من لي خليهم كل واحد نفاكятсяً اتحدى كده اه دكت اه محب الفاكفاكة ل subtleanges Gao عما انا محبش انا بحب High fided吧 نحبش الفاكفاكة طب احنا محبش الف فكرة ليه في البريين. تخيل كده لو الاثنين لوفس دول مش مربوطين ببعض. كان هيتقف مثلا مثلا في نص مخك الشمال. ان اديك اليمين تروح تحرق وتروح تمثل كوبايت الشاي. سبحان الله في نفس الوقت. اللي ظهر في نص مخك اليمين ان اديك الشمال تروح تتحرك وتروح تمثل كوبايت الشاي. كنت هتلاقيك انت الاثنين محرك اديك الاثنين كده باندفاع وفيش تناظم أو تناغوا ما بينهم وكل واحدة عايزة تنسل كوبات الشاي فإن سعيدة اخسارة كوبات الشاي اللي الحاجة عايزة تعمل فيها بقى لها سنة تيجي تتكبي كده في لحظة بسبب خنائة فصين مخ ما لومش هي تلاتين لازمة مش عارفين لي خانقوا ليه دول حتى المخاخ بتخاني يا جماعة اه بتخاني في مصارينها المخاخ دي فيقول لي عشان ما تخانيش لازم تنظم الشغل ما بينها ان الجزء ده يعرف ان الجزء التاني هيقوم بشغل معين فداية يعني يتنحى يقول لك خلاص انا مش هعمل الشغل ده ده اللي هيعملها وهكذا والعكس صحيح من اللي يبدأ يوصل المعلومات بتاعتهم ببعض ويبدأ يرتب الامور ما بينهم هو الكورباسكالوزم تمام كده يبقى بوث في صايتز كلا جانبي البريم طيب لقينا بقى في البريم برضو بيقى فيه بعض الانوية اسمها بيزل نيوكليوي الانوية دي يا جماعة تبقى عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية او السيل باضيس بتاعتها تمام نقول عليها نيوكليوي النيوكليوي او نيوكليوس يعبار عن مجموعة من السيل باضيس او النيرف سيل باضيس مجموعة من اجسام الخلايا العصبية ووظفتها انها تبدأ تعمل او موكانها موجودة فين اللي موجودة انسايد جوه البرين وجوه السبينال مين السبينال كورد تمام ده المفروض البيزل نيوكليوي طيب البيزل نيوكليوي دي بقى وظفتها ياه وظيفتها كتير جدا 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 كل حاجة من النيوكلياي اللي هقولها ان شاء الله بعد كده في المحاضرات اللي جاية وليها وظيفة ولكن جمعها لك كده مع بعض قال لك مسؤولة عن البلانينج والليرنينج بتخطط وايه تساعد على التخطيط والتعليم تقول لي بتخطط زي يعني دكتور وانا هفتح يعني ان شاء الله مشروع يعني اه عم انا يعني بفكر ان شاء الله افتح مشروع بس مش دلوقتي فيعني لا بابا بصدش التخطيط للمشاريع والتخطيط لا 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 خالص التخطيط للأداء لحركي بتاع يعني تخيل كده انت لما بتيجي تقرر مثلا انك تحرك ايديك اليمين مثلا عشان تروح تمسك حاجة خلاص لابد ان البلان بتاع ساعدتك يصدر امر بس الامر ده قبل ما يصدر قبل امر التنفيذ انا اشوف الحرجات دي تتعمل ازاي وتصح ولا ما تصحش فمين اللي يخطط بقى مجموعة نيوكلياي متنطورة في البلان كده اه هي اللي تبدأ تخطط انا عشان احرك اداء رح كوبية الشاي احركها كم سنتي وهارفع ايدي ولا نزلها فما اصد ايه وحركها بسرعة اللي بسرعة اللي ببطئة يا ركبتش رايبة مني ولا بعيدة وهكذا مين اللي يبدأ يخطط بقى تبدأ تعمل ايه هو الايه مجموعة نيوكلياي موجودة في البرين وما ربضه مسؤولة هذه المجموعة عن الليرنينج سؤال عن مين الليرنينج طيب ايه رأيكم بقى لو حصل دامتش خلاص لذي الاماكن اثناء الفيتال لايف اثناء الاماكن اللي يقصد بيها يقصد بيها السريبرال كورتيكس احيانا كده نتيجة لبعض العيوبة الخلقية بيبدأ يحصل دامتش في السريبرال كورتيكس في الاشرة المخية فيتولد العيان بحالة كده يعني يا رب ما تشوفوها اسمها سريبرال بولسي اسمها ايه سريبرال بولسي يا طبعا انتو بتنطقوها بولسي ولكن يا سريبرال بولسي بولسي تمام سي بي اختصار المرض سي بي سريبرال بولسي السريبرال بولسي ده عايز اقول لكم مش بيبقى حل وعنده صعوبة جدا في الحركة والانسان طبعا بيبتدي معه وطفل بيبقى حالته فعلا مزربة قوي ومش حلوة ايه هو سريبرال بولسي ده عبارة عن مرض او خلل بينتج من ترانزميشن اف موتور كومانز تو ماسل يعني عندي البرين طلع منه نرف النرف ده رايح للمسل في خلل بقى في انتقال الاشارة خلاص انتقال الاشارة الى 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 المسل عبر الموتور الخلل ده يعمل لي مرض يسمى بسي بي او سريبرال ايه او سريبرال بولسي تمام يا شباب حد عنده اي اعتراض في السريبرال انا كده خلصت السريبرال حد عنده اي سؤال يالي هم العيال نامت ممكن يا دكتور السي بي زا بي حاضر السي بي ده مرض بيحصل خلل في انتقال الاشارة طبعا ليه بقى شرح كبير جدا لكن مش عليكم يعني خلل في انتقال الاشارة من عبر النرف الى المسل فالاشارات مش بتوصل كويس فانت بالتالي ما بتقدرش تحرك العضلات بتاع جسمك فالانسان بيباع ايزاي خردو مبتوصلش في ايزاي اه هي فكرة بقى المرض انه بيبقى يصاحب بقى بشوية حاجات بتحصل يعني فى ميكانزم للمرض بتبدأ تحصل فى الباثولوجي بنبدأ ناخدها ان شاء الله فى علم الامراض فى مقاصد ايه لو عايزين بقى الكلام بعد كده مفصل نبقى نقوله يعني استعشان خاطر الكلام هنا كتير لو ا vocal municipalities جاريونها ممكن نبقى نقولها بعد كده قوله افضل يعني لو كده مش بيتحرك خالص على حسب الديجريبت على المرض للأسف فيه جريدز للمرض بتاعت فيمتي قصد ايه ايه تمام طيب ده بالنسبة ليه السريبروم فيه بقى حاجة تانية اسمها سريبيلوم السريبيلوم ده بنسميه المخيخ سميه ايه المخيخ السي بي ده السريبرا البولسي اللي احنا خدناه ده خلاص مرض بيدرس في الأطفال في علم البيدياتريكس تمام ان شاء الله كده للي فيكم بقى عايز مثلا يستفيد في حاجة يعرف عنها يمكننا بقى نزودها ايه في حاجات معينة بس عشان خاطر وقت السيشن والمحاضرة بتاعتنا برضو النهاردة يعني ده سي محبة طيب تانية حاجة بقى السريبيلوم السريبيلوم ده المخيخ ايه وظيفة المخيخ اولا اولا عايز اقول لكم ليه وظيف كبيرة جدا يعني احنا عندنا بشري بشرح كده فيسيولوجي طلبة وبثولوجي الفيسيولوجي ده فيه موضوع بناخده اللي هو السريبيلوم باخد بقى تركيبه وظيفه انا بقعد فيها حصة كاملة السيشن ساعتين ونص متخيلين فطبعا اللي هيتقال عنه هنا هو عبارة عن قشور ولكن القشور ده نحاول نوضح بيها قدر الامكان عشان توصل للنافق بص فسيط اولا كده السريبيلوم ده اولا مسؤول عن تناسق او تنسيق الحركات انك تحرك جسمك بالتناغم مع بعض ان ما يحصلش لخبطة في الحركات بتاع جسمك ان ما فيش حاجة تسبق التانية قبل اقوانها انك تتحرك فيه تناغم تاني حاجة بالانس يحفظ لك التوازن تخيلوا مثلا كده يا جماعة لو احنا كنا ماشيين وماشي ماشي 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 وجي حد كده قليل الزوء مد رجله فجيشا انكالني فاوبوبوب الاقي نفسي بس نفسي اتعدلت مين ده ساعدني ان اتعيد الوحفظ توازني السريبيلوم تمام فو مسؤول عن تالت حاجة بيساعد في يعني بيساعد في يعني بيساعد في موضوع التعلم عايز اقول لكم فاكريني اللي كان موجود من ضمن سريبيلوم اه برضو سريبيلوم بيبقى اسئول في فترة ما احنا الصغيرين عن البلاننج بيخطط الحركات اللي احنا الجديدة اللي احنا عايزين نعملها فامين قصدي ايه فبرضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد على الموتور سكلز يعني بيساعدني مثلا مثلا لو انا بلعب بيانو بلعب جيتار الحاجات الموتور سكلز الصغيرة دي بيساعدني ان انا لو متعلم الحاجة دي ما بنساهاش على طول لما باجي امارسها بلاي ايديا مثلا اول ما لعدت الجتار خالص انا كاسلامي يعني كنت بالعب جتار فاول ما لعدت الجتار خالص كنت يا لا وبامسك الجتار زي المشلول افضل حرك تيم تيم كده وعلي كده بايت عمل ترين ترين فمن قصد ايه فصابع بدأت تحرك بسرعة عليه لان الموتور سكيلز بتاعتي بقى تسكيل مهارة مخزنة يعني انا الاول ما كنتش بالعب جتار فالمهارة دي ما كانتش موجودة ما كانتش مخزنة فكنت بعملها ببطء لانوها لسه كان بيحصل لها بلانينج ازاي عمل الحركة دي وبعد متعامل لها بلانينج خلاص البلان بتاعة تتحفظت فكل مرة ببقى اسرع من اللي قابلها مع الترينينج تمام يبقى تالت حاجة بيبقى مسؤول عن ريميمبرينج موتور سكيلز رقم اربعة بقى يقول لي ريسيف سينسوري انفورميشن اباوت يعني بيجيلوا كده معلومات حسية عن البوزيشن بتاع الجاينت يعني انا مثلا مفروض يا جماعة المفاصل دي دلوقتي بون خلاص وده دل مفصل المفاصل دي بقى فيها ريسيبتور خلاص اسمها بروبريو سيبتور مش مشكلة الاسم الريسيبتورز يطلع منها اعصاب الاعصاب دي تروح ليه البرين فين في البرين استربيلوم اللي موجود ورا هنا كده تروح للستربيلوم تقول له ايه الحق الانسان واقف ايه الحق الانسان قاعد فيبدأ يحافظ على توازن موضع الانسان يبقى بيجي لها معلومات حسية عن الوضع 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 هي متنية ولا مفروضة تاني حاجة اللينسوف مصل هل المصل بتاعتك ستريك هل هي مشدودة ولا منقبضة رقم ثلاثة الانبوت فروم اوديتوري ساستم الانبوت فروم اوديتوري ساستم يعني انا مسأل هيرينج استمع جايلي من الويدان طبعا استمع يا جماعة الويدان بيبقى يبعد نيرف للبريين ولكن جزء منه بيروح للسربيلوم تمام عشان يبدأ برضو يساعد في بعض الوظائف عايز اقول لكم يعني لو انتوا عايزين برضو يعني تتأملوا هو اللي يجيب من الويدان يجيب عصاب تروح للسربيلوم ده بتاع توازن مش بتاع سمع اقول لك برافو عليك انت صح السربيلوم فعلا بتاع توازن مش بتاع سمع بس لو احنا رسمنا لغير بتاعتنا الاظن هنلاقي دي الاظن الخارجية وبعد كان الاظن الوسطى عبارة عن الثلاث عظميات الوالميلا سولينكا سوليستيبس وبعد كده القوقعة اللي هي ده كده الانر اير سوري معلش الانر تلات اجزاء الجزء الاولاني اللي برا عند طابلة الاظن اكسرنال اير والجزء اللي في النصف ميدل اير وده اكسرنال وده اينر اير. ال ده يبقى في القوقعة وفي حاجة اسمها فيستيبيولز خلاص تلاتة سمي سيركي لركنالز كده اسمها فيستيبيولر أبريتس ده بيبقى موجود في الأزن وبيساعد على التوازن فلما الأعصاب بتيجي من الاوديتوري ساستم أو الهيرنج يصل بها بتيجي من الفستيبيولر ساستم تفضل تمشي لحد ما تروح لمين للسيريبيلوم للسيريبيلوم تمام عشان يساعد برضه في التوازن معها تمام كده طبعا من الحاجات المهمة جدا وده يفسر لك ان للانسان طبعا من لاقيه في كبار السن ماما وبابا كده ربنا يديهم صحة لما يوصلوا سن الخمسين والستين يبتدوا يشتركوا في مرة يا يبني انا دايخ حاسن الدينية بتلف بيا تيز ضغطه تلاقيه مزبوط توديل الدكتور تاكشف يا جماعة اكشف عندي مين اكشف عندي مين يقول لك اكشف له عن دكتور ام في ازن يا جماعة بقول لكم دايخ وده انو مش وجعاه اهما احيانا ما بيحصل التهف في الازن الداخلية بيبدأ يحصل التهف في الفستبيل الأبرناتز التوازن فيبدأ يسبب له موضوع عدم حفظ التوازن فالانسان يبدأ يفقد توازنه يضوح يبقى حاسن الدنيا بتلف بيه ويا تقع وكพ الحاجات اللي مساعدتك على حفظ توازنك إنك شايف الماشي اللي انت بتمشي بعمل ازاي وبالتالي حفظ التوازن وانت ماشي فتح عنيك مش وانت ماشي مغمض عنيك. تمام؟ وابرته لازم تديها معلومات تدي الاسربيلوم معلومات عن الوضع اللي انت شايفه عشان يساعدك انك تحفظ توازنك ازاي. تمام دي وظائف السربيلوم. يبقى وظائف السربيلوم سريعا اولا تناسق الحركات أو تناغم ما بين الحركات انك تناسق ما بينها وفيش حركة تسبق الثانية يبقى فيه ترتيب ما بينهم رقم اثنين بالانس اللي هو التوازن رقوة دي مهمة جدا رقم تلاتة بيساعد في الليرنينج ويتذكر الموتور سكيلز واخيرا بيستقبل بعض المعلومات الحسية والسنسور الفورميشن زي واحد اثنين تلاتة من اللي احنا قلناهم طيب فيه بقى اكزامبل اكزامبل عندنا ده ليه وظيف استربيلوم يقول لكي بقى استربيلوم بيعمل انتجريشن للانفورميشن انتجريشن خلاص ليه انفورميشن ليه المعلومات طيب اه بيعمل تداخل ازاي بقى ما بينهم قال لي بص از اتكارس اوت بيبدأ يحمل اتكارس اوت كو اردينيشن اند ارور اتشيكينج ديورينج موتور اند برسيبشوال فونكشن لأ وضح لي الجزء ده طيب عشان بارتو توضح ليكي يقول لك مثال بتاعي الهاند اي كو اردينيشن يعني تخيل كده بنعمل تست كتا اتمنى تبقى قدامي وشايفيني التست ده بقول لي العيان غمض عينيك تمام ومره هم فتحينيه واقول له حرك صباعك نحية عينيك او ايديك نحية عينيك اسمه هاند اي كو اردينيشن خلاص بيقدر يحرك ويقدر المسافة صحة عالفين استربيلوم لو بايز قلت للعيان ده حان بقى بقول له اعمل ايه هاند تو نوز موفمنت حرك ايديك لمناخيرك صباعك لمناخيرك كده ويقدر المسافة غلط فيجي وحرك دي جامد فيجي خبط وشه يحرك دي بالراحة ويقدر المسافة غلط فيجي يقف في نص الطريق ويقول لك انا كده وصلت ولما يوصل يكتشف ان هو لسه ما وصلش وهكذا فيبقى فيه عدم تقدير مناسب للمسافات تمام فيقول لي يبقى تاني كده الجملة از اتكاريس او اتكوردينيشن بيعمل تناسق او تنسيق ويرور اتشيكينج بيبدأ يدور على الايرور دورينج الموتور والبرسبش والفانكشن حتى دي حلوة قوي بقى ليه سبحان الله طيب تعالوا كده نعمل حاجة جميلة خالص نروح الصبورة البيضة بتاعتنا بتاع الدكتور اسلام اللي هو انا اسم اسلام المنشاوي بص يا شباب تعالوا نتأمل كده احنا ازاي بنعمل اي في حياتنا اي حركة اراضية انا الاول ببدأ اعمل لها عملية اسمها بلانينج دي رقم واحد بعمل لها ايه بلانينج اللي بيعمل بلانينج ويساعد فيه اربع حاجات في الجسم اولا كده حاجة اسمها بيزل جانجليا ورقم اتنين سيريبيلوم ورقم تلاتة ايريا في المخ اسمها ايريا سيكس والمساعدة بتاعتها اسمها استوسيشن ايريا دولار بعض بيعملوا بلانينج بعد ما بعمل بلانينج ببدأ اشوف باخد باخد ايه دي سيجن ده اللي هو القرار تمام انا ينفع اعمل الحركة الاراضية دي ولا ما ينفعش يعني سي مثلا مثلا انا عندي باب الباب ده دلوقتي حد بيخبط وعايزني افعل تمام حدي بيخبط وعايزني افتح الباب اللي خلينا اروح افتح الباب او ما افتحشي انا دلوقتي قررت ان اروح افتح الباب فخططت ان انا هامشي مثلا عشر خطوات خلاص لحد ما اوصل للباب وبعدك امدي ايدي بالطريقة الفلانية وبعدك افتح الباب الله على رسمك ادى سلون استهل جايزة بويل جايزة الايه الرسم التجعيدي اي رسم خلاص طيب انا بقى افكر الاول افتح الباب لا ما افتحش اخو القرار اخو القرار بنانا على حاجات جديدة كديرة والمسا والله الوقف بره ده حرامي لا 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 مش افتح يا عمي لا اعيب ده باباك اف بره لا 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 اعيب ده فينة ضيوف يجيالك لازم تفتح لا 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 اعيب او هتفتح ده راجل بتاع الكهرباء واحنا معناش فلوس ده وقت انفع الكهرباء فهبدأ اخو القرار افرد بقى انت خدت القرار انك هتفتح طيب خدت القرار انه هفتح اه يعني هتنفذ نيجي احنا كده المفروض عملنا خطة عملنا بلان نيجي واخدين من البلان دي ونبدأ انقلها للقياد على طريقة الاحتمال في اريا هكذا مكان النقاط دي اسمها اريا فور دى الاريا التنفيذية للحركات الايراضية ينزل منها ها العصر ده يمشي 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 ويصل اسبين الكوردو من الاسبين الكورد ي Carnival ينسي من المصل اللي هتنفذ النوع ده من الحركة ايا كانت في قيدك او رجليةك على حسب الحركة، بس في حاجة بقى ايه بقى احنا عندنا هنا كده الصح alguna Eleessor بيلوم صح واحنا نازلين بالمنظر ده من الري من اريا فور هنبعت نسخة للسربيلم ليه بقى سبحان الله. انا دلوقتي في واحد رايح للماصل هينفذ حركة. وفي واحد خلاص راح للسربيلم باعت نسخة من الخطة. اللي رايح ينفذ الحركة دي الخطة اللي بتتنفذ. اللي بتتنفذ. اما اللي ببعت منها نسخة للسربيلم. وقال لي يا سربيلم خلي بالك دي النسخة اللي انا رايح انفذها. خلاص. اللي هي انت خططتها لي. فيبدأ يقارن ما بين اللي هو خططها وما بين اللي بتتنفذ. المفروض اللي ما زي بعض. فبفرد بقى وانا بنفذ قبلني اي معوقات ما كانتش بالخطة. انا مثلا منفذ ان انا هاجري. وانا باجري قبلني قلب طوب كان هيشان كلمي. كده يعتبر ان حصل ارور في الخطة. جه يقارن السربيلم لان فيه طوبة هتوقعوا او بيتوقعوا. فيبدأ سريعا. فقال لي من ميلي سكند. يحاول يصلح هذا الارور بسرعة. ويبدأ يعدل الموضوع ما يخلاكش طوبة. يبقى الارور ده اللي هو عدم تناسق في الخطة اللي بتتنفذ الخطة المحطوطة. مين اللي يقدر يصلح هذا الارور? هذا السربيلم العظيم. تمام يا شباب? فيهمنا الحتة دي. يبقى ده بيبدأ يفسر لي الكمتين اللي احنا قريناهم. اللي هو بيبدأ مسؤول برضو عن الارور تشيكينج ديورنج الموتور والبرسيب شوال ايه? فونكشن. افر باسر بيلم ده جماعة حصلوا دامج. اللي ممكن يحصل الانسان. في مثلا المثال بتاع المثال بتاع المثال بتاع حركة الايدي ناحية العينين. اللي ممكن يحصل. المفروض ان انا بحرك صح. تمام؟ او المناسبة برضو. في حاجة اسمه هاند اي كوردينيشن. المثال ده برضو يعني مش لازم انك تحرك ايديك ناحية عينيك. لا. الصح بقى اني بجيب مثلا وش البنو ادم اهو. تمام؟ ادي من اخيره وادي بقوا. يا سلام. يا سلام عليك يا ده سلم. عنده حاجة اسمها لغد. لغد يعني. المهم. ودي عينيه. بقولي العين بص بص. انا عايزك تحرك ايديك مع صابعي. واجيب صباعي. مين واجيبه شمال. قال ليه عينيه. لما روحي يميل تروح معايا لما قف توقف. لما روح شمال تيجي معايا شمال لما قف توقف. طبعا هي تروحي يميل لان عينيه مش متعودة انها تروح شمال. عيب. المهم يعني. ده المفروض ان انا بودها في اتجاه تروح معايا لما وقف اوقف. ميني بيساعد ان الحركة بتاعتي توقف لما بقرر انها توقف السريبيلوم. لو واحد بقى عنده السريبيلوم دامجد. عادي. هتقول له حرك عينيك مع صابعي يحرك. تمام كده. تيجي توقف صب معك مثلا في النص هنا. تلاقي عينيك بتسحب اكتر. بتسحب لوحدها. هتلاقي ان الاي سكان فلو. تقدر تتبع الموفينج اي شيء متحرك. ولكن. لما يقف عينيك هتبقى عايزة توقف بس مش هتعرف. لان اللي بيوقفها خلاص راح. تمام كده? عارفين انت كده اللي حبسك خلاص راح بتاع النظر? طبعا مش عارفين. بفضل لأ اجيب افاشات من افلام وانتوا ولا همة. تمام يا شباب? يبقى هو يعني هيعمل نص الوظيفة لان اتباع الحركة مش تابعة على السريبيلا. خلاص كده? الحركة انا بتتبعها بالاريا فور. فدي سليمة ولكن السريبيلا مفروض الخطة انك لما توقف صبعك اقف. السريبيلا مبايز بقى مش هقدر اصلح الخطة بتاعتي. تمام? كده خلصنا السريبروم والسريبيلا. كده كان اول جزء اللي اسمه تمام? وخدنا جزء برده من الميزن كفلون. او الميتن كفلون. تمام? طيب. تعالوا بعد كده نبتدي نبص بقى للضاين كفلون. الضاين كفلون كان عبارة عن ثلاثة نيوكلياي صالامس وهيبي صالامس وهيبي صالامس. طيب. تعالوا نمسك واحدة واحدة فيهم. اولا كده الصالامس. الصالامس دي بيسموها هنا كده سلوة. حاجة اسمها منطقة خلاص منطقة المهاد. منطقة مين؟ المهاد. والهايبو صالامس بيسموها منطقة تحت المهاد. هايبو معناها تحت وصالامس معناها المهاد. تحت المهاد يعني تحت الايه الصالامس. تمام? طيب. منطقة الصالامس دي بتبقى معمولة عن طريق تو ماسس. يعني انا مسلا وباطس للبراين من الجنب من سوري من وراء او من قدام هلاقي ماس في الجنب ده وماس في الجنب ده فهو عبارة عن تو ماسس في الجنبيني من وشماد. ايتش رافلي ذا سايز اند شيب اوف والنط. او والنط. بتبقى عاملة كده زي حبة اللوزة. بتبقى حاجة صغيرة يعني في الحجم والشكل بتاعها. مش مهم حتة الحجم والشكل لكن هما اتنين. ايه بقى السنتر بتاعه قلي ده مين سنتر. هو مركز اساسي. بص يا جماعة اي احساس بننقله. المفروض ان احنا بنطلع من موجود في جسم الانسان نفضل ماشيين. ده احد ما نوصل للبراين. نوصل للبراين اولا في جزء اسمه لايه? اسمه الثالامس. ومن الثالامس نبدأ نروح ليه الكورتكس. من الثالامس نبدأ نروح مين? للكورتكس بعدك. بس الثالامس هي الاساس للسنسوري انفورميشن. اللي رايحة بعد كده السنبرا او السنبرا الكورتكس اللي هو موجود ايه? اللي موجود فوقك برضو فصيني من وشمال. اقول لكم على حاجة تعال اروح ليه? السبورة البيضة الجميلة بتاعتي. ايه يا دكتور ودينا انا بيه جميلة هناك السبورة دي. جميلة جملوني. اللي انا بعملها دي اللي بقي دي اسمها كلمة اسمها مسم. بصوا معي يا شباب. احنا عندنا الوقت بنستقبل الاحساس بحاجة اسمها ريسبتور. بس احنا كده لسه ما حسينيش. لازم احساس ده يدخل الاسباين الكورت. ومن الاسباين الكورت يطلع على حد ما يوصل لمنطقة اسمها الثالامس. ومن الثالامس ستبدأ تطلع لمين? للكورتكس. تمام? طيب ايه بقى الفايدة انها توصل للكورتكس والفايدة انها توصل للثالامس. بصوا يا شباب. ده كده اللي احنا استقبلناه بالريسبتور. هو سنسيشن. احساس. هذا الاحساس يتحس لانه وصل للثالامس. فالثالامس متقول عن ماشي برسيف بتستقبل السنسيشن. طيب ايه فايدة انه يروح للكورتكس? لا مش ان انا احسه. ان انا حسه. انا حسته خلاص. بس تا عايز احسه. او احدد مكانه. انا حسه فين بالزبط. في ايديا. في رجليا. في بقى في عنايا وهكذا. يبقى الكورتكس وظفتها انها تعمل لوكاليزيشن. تعمل ايه? لوكاليزيشن. ده الكورتكس. اما الثالامس وظفتها مسؤولة عن البرسيبشن تستقبل الاحساس. اما الكورتكس مسؤولة عن ال لوكاليزيشن. تمام يا شباب? انتو نايمين ولا صحيين? ولا انا بكلم في نفسي. صحيين. بس ممكن لدي الحتة دي تاني. الحتة دي تاني. يبقى تاني. اللي انا عايز اقوله ان اي احساس احنا بنحسه. في حاجتين. في حاجة اسمها احساس الاحساس ان انا احسه اصلا. وتحديد مكان الاحساس ان انا قدر عمله لوكاليزيشن. الاحساس انه يتحس دي من وظيفة الثالامس. يعني الكورتكس لو بازت. هل ما قدرش احس لا? احس عادي جدا. ولكن ما قدرش اتحدد مكان الاحساس. لان الكورتكس مسؤولة عن ال لوكاليزيشن. اما الثالامس مسؤولة عن البرسيبشن اف سينسيشن. تمام اللي كان بيسأل? اه دوار. اوكي انا ده. هم. هشرب بقق مية. عشان انا عطشت. كلام اولاين بيعطش قوي. مش معنى انا دكتور اولاين. مش عارف. انك ان الاولاين مسلا تفتكروا بيعمل استميريشن لمركز العطش. ممكن صدقوا. لا اعلم. بس انا عطشت. احتاج اشرب مية. تعال اروح للورق مرة تانية. طيب ده كده بالنسبة يا جماعة ليه? اول نقطة في الثالمس. بعد ان هي بتتكون من الحاجة التانية مسؤولة عن البرسيبشن اف سينسوري انفورميشن اللي راحة للسريبرا. الحاجة التالتة يقول لي انقومنج المعلومات اللي جاية من كل الحواس بتتخزن في الثالمس وتبعت او تتبعت للسريبرا الكورتيكس واحنا اتفقنا وفينا انها عشان يحصل لها لوكالايزيشن. يبقى فايت انا بتروح للكورتيكس لوكالايزيشن بس كده. خلص الثالمس. المنطقة التانية اسمها هايبو ثالمس. منطقة تحت المهاد هايبو ثالمس. فكركم انحنا نتكلم على جزء من البرين اسمه داين كفلا. الهايبو ثالمس المفروض يعني الصيز بتاعه بيبقى اصغر شوية من الثالمس. طيب ايه وظيفة الهايبو ثالمس؟ كريب لك لها اربع حاجات مهمة. رقم واحد بيتحكم في درجة حرارة الجسم والساعة البيولوجية للجسم. طبعا عالينا حوار لسه مع البيولوجيكال كلوك او الساعة البيولوجية. بس الاساس انه بيتحكم في البضي الثرموستات. الثرموستات دا يا جماعة احنا لو رسلنا مثلا منطقة الهايبو ثالمس كده. بتحت منها لغدة النخمية اللي انا برسمها دي اسمها بتويتر جيلانس. ادي الهايبو ثالمس الجزء المستفيل دا اسمه هيبو ثالمس. الجزء دا بيبقى فيه سنتر. السنتر دا بيسموه ثيرمو ريجيولاتوري سنتر او ثيرموستات. دي بقى اللي بيضبط درجة حرارة الجسم بتاعتي او افريج سبعة وثلاثين درجة سلسلسل. وبرضو بيبقى فيها المركز اللي بينظم الساعة البيولوجية للجسم. انك تصحى اتنان في وقت معينة. دا كده اول وظيفة. تحتوي على سنتر. الحاجة التانية بتتحكم في البيتيتر جيلاند. مش انا اتفقنا ان تحتاج البيتيتر جيلاند او. عم طريبا البيتيتر جيلاند دي مسلا عايزة تطلع هرمون. لازم يا عبدالله الهرمون ده عشان يطلع. يجي للبيتيتر من الهايبوثالماس. اشارة تقول لها البيتيتر الهايبوثالماس يا بتيتري بتقولك تطلع الهرمون دي بتاعتك. ببتتحكم في البيتيتر جيلاند. طيب. برضو. يا البيتيتر ايجيلاند موجودة في اسفل المخ. يعني انا الوقتي لو رسمت المخ بالمنظر ده. بلا ايه موجودة دي الصلاة الهايبوثالماس تحت منها كده البيتيتر جيلاند الغدة النخامية. ان شاء الله انا اخدها في الجزء الثاني اندوكرايا. تمام? طيب. يبقى بتتحكم بتنظم بقى الايه عملية الجوع والعطش. وتلعب دور مهم جدا ده بالنسبة الهايبوثالماس. وبيلعب دور مهم جدا في اللي هو التصرف او السلوك الجنسي للبني ادم او للكين الحي. طيب. ده كده بالنسبة لي الوظيفة التانية. يبقى ليها بالكنترول البيتيتري وبالكنترول الباديس ثيرموستات اللي هو الهيتري جيولاتري سنتر والبيوليجيكال الكروك. تلاتة. بتتحكم برضو في موضوع الفايت اور فلايت ريسبونس انك تبدأ تستجيب لمواقف الطريقة والخوف والقلق اللي في حياتك وتساعدك على تغلب التوتر برضو. تمام؟ بالتعاون مع سيستم اسمه سيمباثاتيك نيرفوس سيستم اخذنا السيمباثاتيك المرة اللي فاتت صح? اه. اتفقنا ان هو بيسموه جهاز الفايت اور فلايت. ده بتاع الطوارئ صح? طيب. الوظيفة الرابعة والاخيرة بقى من الهايبو صالماس ان الهايبو صالماس يا جماعة يقول لي اه بيبقى سورس للبستيريور بتوتري هرمون وسورس للريليزينج هرمون دات اكتون انتيريور دي اختصار انتيريور انتيرو بتوتري تعال نفهم الكلام ده ازاي? نروح ليه البورد بتاعتي الجميلة اها دكتور ودينا وحشتنا شوفوش وحش بصوا شباب ده دلوقتي الهايبو صالماس الجزء ده تحت منه هنا كده البيتيتر جلاند عبارة عن انتيريور لوب وبستيريور لوب صغير حلو الكلام حلو يا دكتور هذي الهايبو صالماس بتتميز بالقادي الانتيريور بتوتري دي بتطلع ستة هرمون زي مسلا الجروث هرمون ال FSH ال LH ال TSH ال A CTH البرو اللاكتن كل الكلام ده الستة هرمون زي دول عشان يطلعوا من الانتيريور بيتيتري لازم ينزل له هرمون اسمه ريليزينج هرمون من الهايبو صالماس الى الانتيريور بيتيتري خلاص يبقى هنا بتبدأ الهايبو صالماس بتطلع ريليزينج هرمونز تروح ليه الانتيريور بيتيتري اما اما بقى البستيريور بيتيتري يا شباب اللي احنا بصينا عليه وبصينا له بالمنظر ده البستيريور بيتيتري بتطلع هرمونين واحد اسمه ADH الانتداريتو كرمون او مضاد ادراربول واحد اسمه اوكسيتوسن الهرمونات دى بتطلع وتفرز من البستيريور بيتيتري بس بكنت اكونا ميش البوستيريور هي بتتكون في it. تسماじゃない ، تتكون في Laips Thomas وتنزل بتتخزن وتفرز من البستيريور بتيتري تعيس فايقولك يا سورس للهرمونات بتاعت البستيريور بتيتري كانت تتكون فى Laipothelmus و تفرز من البستيريور بتيتري وصورة للريليزينج هرموني لنزل من الهايبوتالامس ده كده بالنسبة لحتة وظايف الهايبوتالامس فهمتوا يا شباب طيب تعالوا بعد كده نروح ليه الورق بتاعي الحاجة التالتة بقى وهي منطقة الائبيسالامس الائبيسالامس دي بقى بتشمل يعني احنا ما بنقولش عليها اي بي لان احنا بنتعامل بالالفاظ اللي جاي اكتر هي عبارة عن حاجة اسمها بينيال جيلاند او الغدة السنوبرية دي تبقى موجودة في الجسم وتفرز مادة اسمها ميلاتونين طبعا موجودة في المخ بتفرز مادة اسمها ميلاتونين وخلي بالكم ما اسمهاش ميلانين ميلانين دي الصبغة اللي بتلون الجلد اما دي اسمها ميلاتونين الميلاتونين دي يقال انه لما بيطلع المادة دي بانتظام بتأخر سن الشيخوخة او العجز تخليش الانسان يعجز بدري تمام طيب المفروض بقى ان البيونية الجيلاند اللي بيطلع الميلاتونين ده بيكونتين وان اف سيفرال كلاسترز اف كابيلرز بقى فيه تكدسات او تجمعات من الشعارات الدموية بتبدأ تكون لي حاجة اسمها السائل المخي اشوكي خدنا قبل كده السائل السائل المخي اشوكي خدنا سريبرو سباينال فلاود احسن سريبرو سباينال فلاود نضمن الحاجات اللي بتكونوا بقى البلاد كابيلرز اللي حوالين الضاينية الجيلاند ده كده الجزء بتاع الضاين كيفلون خش بعد كده بقى على الجزئين الاخيرين او الجزء بتاع البريين ستم اللي هو مكتوب التلاتة تحت بعضك اسمهم بريين ستم يعني وانتوا بتذكروا لما تطبعوا الورقة كده خد خط من هنا وخط من هنا خط من هناك تبقى قدامهم التلاتة اسمهم بريين ستم طبعا خطي عارة عشان بكتب بالجنب بس مش مشكلة لأ انا اللي اقول بس على خطي كده ما حدش يقول يا جماعة عيب طيب نمسك اولا كده الميت بريين اكبر ونبص دكتور ممكن اخر حتات غني اللي هي اللي كانت تحت هنا كده اللي كانت سي اس اف دي اللي البينية الجيلاند بتبقى محاطة وفيها عدد كبير او تجامعات من الشعارات الدموية اللي بتساهم في تكوين السي اس سي اس سي بيتكون من فلتريشن من الدم هي دي شعارات الدموية بيحصل لنا فلتريشن تبقى برضو محيطة بي البينية الجيلاند طيب الميت بريين الميت بريين بيسموه الدماغ العوسط ميت بريين ده بيبدأ لو احنا رسمنا البرين بالمنظر ده قادي الميت بريين قادي البونس قادي الميدالة تمام ده بيريسيف يستقبل ويانتجريد سيبرال تايبس من السنسور الانفورميشن دايما يجي له معلومات حسية طيب اي معلومات حسية قالك لا غالبا المعلومات الحسية اللي خاصة بي الفيجن فيقولي ده بيستقبل سيبرال تايبس من السنسور الانفورميشن ويبعث الحاجات اللي بيستقبلها الاسبيسيفيك ريجينز في الفور بريين يعني مثلا العين تبعت عصب اللي هو العصب البصر عشان يروح للكورتكس اللي موجودة هنا وراء في السيربال الكورتكس تعدى على ميت بريين وميت بريين يبعتها لقا بين الناس دي وبيستلم ويبعت يستلم ويبعت ده ميت بريين كل السينسوري أكسونز خلاص اللي ليه علاقة بال هيرينج إما بتنتهي في الميت بريين أو بتعدي من خلاله في فعل ان انا انتهي في الحاجة كده او اعدي من الحاجة كده دي الحاجة كده اللي تحت دي أنا عدت خلالها اما اللي فوق دي أنا عملت ايه عملت حاجة اسمها تيرمينيشن أو سينابس تشابك عصف يبقى كل السينسوري أكسونز اللي خاصة بالهيرينج استمع إما بتنتهي وبتعدي خلال طريقها من خلال الحاجة كده احنا ما قلناش وظيفة إلى وظيفة واحدة الآتية اللي هي بيريسيف المعلومات الحسية وعشارة طبعا الهيرينج والفيجن الجزء اللي بعد يقول لك بيكوردينيات بص 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 هو كوردينيات فيجوال ريفليكس دي اللي أنا عايزها إزاي بقى الفيجوال ريفليكس دي يقول لي مثلا في حاجة اسمها بريفرال فيجن ريفليكس إيه بقى البريفرال فيجن ريفليكس ده لما حد يندح عليك بتلاقي نفسك بتلف راسك بعينيك وتبص للشخص ده اللي هو the head turn towards الهيد بتبدأ تلف ناحية object approaching from the side ناحية شيء بيقرب منك انت بسا في حد زمع خطاته بيقرب منك فضونك هيئتي لك أما بص تشوف مين بتلاقي نفسك بتحرك عينيك وراسك عينيك لما بتتحرك نقول عليها فيجوال ريفليكس تمام يعني بدون معرف إني جايلي أنا بلاقي عينيك بتحرك ناحيتك عشان أعرف إيه اللي جاي لي تمام برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد على حدوث هذا الريفليكس هو الميت برين فلما تلاقي نفسك قاعد وناس داخلة خارجة وانت ما بتلفش راسك اعرف إن عندك لا مبالاة وعندك الميت برين نحتاج يصطلح يبقى تعالي يا جماعة صلحوا لكم عشان إن شاء الله أنا يعني ناوي أتخصص مخ وعصاتي يعني أسألوا بقى على عياتي إن شاء الله لما افتحها ويعني تبقوا إيه تعملوا لنا يعني الصيد كده وكده يعني تعمل قصد إيه طيب فيش حد قال ليه ألف مبروك طيب شكرا لديكم شكرا لديكم أمر مبروك بعد إيه بعد إيه شو مبروك هني بقى أنجيلك هني بقى أنجيلك طبعا هتبقوا تقولي طبعا هفتح بزء كده قسم نفسية وعصبية إن شاء الله ما تخشوا كلية الطب إن شاء الله تيجوا تتعالجوا عندي طب شكرا أي خدمة أنا دايما يعني تحت الطلب طيب بصوا بقى شباب الحاجة التانية والتالتة اللي هو البونس والميد والميدالة أبلونجاتا اللي اتنين دول مع بعض الجزء التاني من إيه من البرينستيم وظيفهم هو تلاتة مع بعض إيه بقى بينقلوا المعلومات ما بين البريفراب نيرف السيستيم والميد برين والفور برين يعني قادي الرسمة قادي الفور برين وقادي الميد برين مين اللي عمل يلعب في الكيبور دي كده وقادي البونس والميدالة تمام بيعملوا إيه بقى قال لي بص طبعا نحن عندنا معلومات حس معلومات جاية من بريفرال نيرف الس كده دخلت وصلت هنا فهتبدأ تنقل من البريفرال نيرف السيستيم تودي للميد برين ومنها للفور برين تمام في عبارة عن مكان وصلة ما بين اللي فوق واللي تحت طيب رقم اثنين يقول لي هلبس كوردينيت دي بقى الحاجات المهمة بتعمل مساعدة في الكوردينيشن للارج سكيل بادي موفمينت زي مثلا العملات التي تحتاج لحركات كتيرة زي الروننج الناس اللي بتجري زي الكلايمينج الناس اللي بتتسلق الناس اللي بتهرب برسول المدرسة إن شاء الله عليكم نعرفت إن في بنات بتهرب من المدرسة ودي سمعة يعني ما شاء الله طب ولادوا عارفينها إنما بنات إن شاء الله طيب رقم تلاتة قال لي من ضمن الحاجات اللي بيعملها الميدالة والفونتز إنما بيتحكموا في الأوتوماتيك فانكشن إلى وظيف اللاق راضي زي مثلا البريثينج التنفس شغل الهارد زي البلع الفوميتينج في حندي عند حاجة جميع تسمع مركز التنفس يتحكم في البريث ومكانه موجود في البونتس الميدالة في عندي ملاكس يتحكم في الهارد والبلاد فيزلز يتحكم الملاكس هذين موجودة في البونتس الميدالة على من جهة مركز البلع السوالوي center vomiting center digestion center. كل center دي موجود لها اماكن في البنس والميضالة وبلونجات. تمام فتتحكم فدي كلها وظائف لاقي راضية هاتي بتحكم فيها من خلالها بقى ان شاء الله. طيب بعد كده في بقى ملحوظة خاصة بالبنس من غير الميضالة. ان البنس دي بتشارك في بعض هذه الاكتفيتس على سبيل المثال بتنظم ال breathing centers الميضالة. يعني بص يا شباب احنا عندنا ادي لايه ال brain. ادي ال ال brain stem. خلاص اللي فوق ده. ده كده بونس وده كده ميضالة بلونجات. الايه الميضالة فيها مركز تنفس ده الاساس اللي بيخلي الانسان يتنفس. وبعد كده دي الميضالة. اما البنس بيبقى فيها مركز تنفس ينظم الشغل بتاع مركز التنفس الاولاني. يبقى واحد رجليتر واحد بيكنتروله. ان شاء الله ما نكبر شوية او لما ناخد ال respiratory center او respiratory system سوري هنعرف ال respiratory centers باكتر يعني واسماء وشغلاء وهكذا. بس ده كده بالنسبة ليه الجزء بتاع ال brain stem. ننتقل بقى لجزء جديد الا وهو reticular formation. يلا اجمده عشان بقلنا ايه شوية حلوين. يعني ايه واحد بينظم واحد مش فاهم. بص يا ستي. سلع رسول الله. احنا عندي لها ممنيجة نتنفس. انا دلوقتي فيه center بيخليني اخد النفس. تمام? تمام. اخد مثلا 500 ميلي يدخلوا. والمفروض اللي هو النفس العادي باخد فيه 500 ميلي. ال center اللي بيخليني اخد نفس. لو هو موجود الواحدة يبدل يخليني اخد نفس. وما اعرفش اخرج. يبدل يخليني اخد نفس لحد ما موت. ال center اللي في البنس بقى بيعمل انهيبشا لل center ده بعد ما ياخد 500 ميلي. فيخليني اوقف الشهيق وابدأ اطلع في زفيق. تمام? يبدأ ايه خليني كل مرة باخد 500 ميلي ووقف. كل مرة 500 ميلي يوقف. فكده النفس يبقى منتظم انا مش منتظم. منتظم. فينظم مين? ها? فينظم كده. الميدالة. نفس. يعني اه. نفس. ينظم اللي center اللي موجود في الميدالة. تمام. شكرا لك. شكرا لك. طيب. تعالوا بقى نبدأ نتكلم كده عن حاجة جديدة اسمها ريتيكيلر فورميشن. اسمها ايه ريتيكيلر فورميشن. شباب دي حاجة تبقى موجودة في البونسور ميدالة. عاملة زي الشجرة كده. بصوا كده بالقلم اللي احمد في الرسمة اللي هي دي. بيبقى موجودة هنا كده في البونسور ميدالة. حاجة طالعة كده وتبدأ تطلع منها حاجات يمين وشمال. عارفين كده في يعني في المولد النبوي كده من احنا داخلينها مولد نبوي كلسان طيبين بقى تنسناش في حالة المولده شباب يبعتوا هلنا اولاين برضو ممكن ناكل فولية حمصية كده. بيلاقي بقى ان في الافلام اللي بتيجي في الفترات المولد النبوي بتاع الفيلم ببتع هيرت الرسول والكلام ده. بيتلاقوا بقى في الناس في نهاية الفيلم بتمسك كده جريدة نخل وجريدة طالع منها شرشيبي من وشمال وبيمشوا بقى طالع البدر علينا وكده. الجريدة دي في زيها شبهها كده. بس حالة صغيرة بقى خالص جدا موجود في الايه. في البرين عند البونسوم يضل. لقوا ان دي اسمها عندنا في المخ كده. ريتكيلر فورميشن. اسم ايه? ريتكيلر فورميشن. اهي. ار اف. الريتيكيلر فورميشن دي عبارة عن ديفيوز نتورك. شبكة منتشرة من الاعصاب. انذكور في منتصف البرين ستم. تمام? ادي. شبكة في منتصف البرين ستم. عبارة عن نتورك من الاي من النيرونز. وظف ها يا جماعة هي دي اللي مسؤولة عن الاروزل والسليب. لما بتشتغل ان خلينا الاروزل او لما بتطفي شوية تخلينا ننام. مش قادرين ننتبه كويس. يبا مسؤولا ننخلي الشخص ينتبه لما بتشتغل. المفروض انها بتحدد بقى ويتش انكومنج انفورميشن. بمعنى. بتحدد المعلومات اللي هتبدأ توصل البرين. انتي توصلي وانتي لأ. انتي توصلي وانتي لأ. انتي حلوة وانتي وحشة. يعني الجزء بتاع ريتيك الارفورميشن. اللاحمر ده. وطالع منه اعصابه يمينه الشمال اهو. تمام. في بقى حاجات جاي من الاسباين الكوردي من تحت. وليكن مثلا اللون الاخضر ده. اهو جاي من ايه? من الاسباين الكوردي من تحت. وعايز اتعدي. تولا انتي حلوة عادي. يلا روحي للكورديكس. انتي لأ وحشة مش هتعدي. رجعي مكانك تاني. انتي برضو وحشة. رجعي مكانك تاني. لبقى اذا بتبدأ تعدي بعض المعلومات اللي جاية من اماكن مختلفة ورايحة للبريم. تمام? بتساعد برضو على تنسيق المعلومات اللي تده تخش البريم. يبقى بتحدد. ويتش انكمنج انفورميشن ريتش السيبرام. برضو كاتبين الكلام بطريقة سهلة وتتحفظ على طول. فيقول لي ايه? كل مكانة الانفورميشن ده مور انفورميشن ده سيبرام ريسيف. كل مكانة المعلومات اللي بيستقبلها السيبرام كتيرة. كل مكان الانسان بتاعي الارت واوير. يعني دايما كده يا جماعة احنا لما بننعس بنلاقي معظم مناطق المخ بتطفي. بتطفي يعني ما تشتغلش ليه? لان انت بتلاقي نفسك بتغمض عينيك فكمية الضولة تدخل عينيك قليلة فالعين ما عادتش بتبعد حاجة تخلي الفيجوال الكورتيكس تشتغل. بتبعد عن تبعد عن الاصوات العالية فتلاقي نفسك في الاصوات العالية ما تعرفش تنام. ليه? لانك مشغل الكورتيكس او لو ما تشغل الكورتيكس ما بتعرفش تنام كويس. تمام? انما لو عايز تنام لازم توقف كل الحواس بتاعتك وتخلي الكورتيكس شغالة بأقل حاجة ممكنة. اللي هي فقط للحفاظ على وظيف الجسم الحيوية. فيقول لي كل ما كانت المعلومات الحسية كتيرة. خلاص اللي بيستقبلها السليبرام كتيرة. كل ما كان الانسان الارت واوير بيبقى واعي كده ومنتبه. في بقى اني بي ناخد بالنا. ناخد بالنا يا زياد. يقول لي بقى ان البونس والميضالة اللي هم الاتنين اللي تحت. ادي البونس وادي الميضالة. الاتنين اللي تحت بيقو فيهم سنترز يتحكم في النوم وسنترز تحكم في السليب. تمام? وده برضو على فكرة برضو من خلال التحكم في النوم يتحكم في ليه? في السليب. طيب بصوا يا معي. البونس والميضالة ليهم سنتر يتحكم في السليب. اما الميت برين عنده سنتر يتحكم في الاراوزل. حلو كده. يبقى دي السنترز غير الريتيكيلر فورميشن. الريتيكيلر فورميشن يبقى موجود بين جزء في الميضالة وجزء في البونس. تمام? اما انا بتكلم على سنتر خاص بالنوم وسنتر خاص بليه بدا دي اقزة. النوم ده يبقى بونس وميضالة. اما الاراوزل ده ميد برين. فيه بقى الصبغة اللي احنا قلنا عليها اسمها ميلاتونين. الميلاتونين ده هورمون بينتجوا البينية الجيلاند قديمة. وبيلعب دور مهمي جدا برضو في الاسليب والاويك اللي هي موضوع البيولوجيكال كروك الساعة البيولوجية برضو بيسايم فيه. تمام يا شباب؟ دكتور طب احنا قلنا ان هو بيقلل اكتيفتي بتاعت الكورتكس وهو احنا قلنا ان احنا واحنا نايمين بيكون المخ شغال عادي عشان ان يعملنا مهمة وليكنة. مين اللي بيقلل اكتيفتي بتاعت الكورتكس? لا اهو احنا نايمين بتقل او حالة كده. ايوة. طب احنا احنا الساقل ان هو واحنا نايمين بيكون شغال عادي. مين اللي شغال? البرين. ايوة احنا قلنا ان شغال بيعمل ايه? شغال كل الوظيفة اللي شغال حاجات معينة. حاجات معينة? اه يعني انا مثلا مثلا بصي على رسمة البرين اللي تحت دي. ورا هنا كده في الجزء الاوكسيبيتال لو. ده طبعا. ماليش علاقة معا. الجزء ده كده. وانا نايم مضفي لان ده بتاع الفيشن. الربين. مثلا ده كده. وانا نايم مضفي لانا ده بتاع الهيرينج. تمام? الجزء ده كده. وانا نايم مضفي لانه بتاع الاحساس اللمس والضغط والحرارة والبرودة الجوز ده كده وانا نايم مطفي لان ده بتاع الحركة وانا نايم ما بتحركش فاهم اقصد ايه يعني مش كله بيكون شغال حدات مع اينا طبعا حكات مينمال اوي تمام طيب تعال ابقى نبدأ ننتقل ليه حتة البيولوجيكال تنظيم الساعة البيولوجية للانسان الساعة البيولوجية جماعة اللي هو يبقى فيه الانسان عنده منظم يوم صبح وليل وبناء على هذا جسمه بيبدأ يتعامل بطريقة معينة انه يبقى نشط بالنهار وتعبان بالليل على حسب ما انت بتزبط البيولوجيكال بتاعتكم فعشان كده دايما بقول للطلبة السانوية عامة عايزين نصحتي نصحتي فعلا والله زبطوا البيولوجيكال بتاعتكم كده يعني احنا لسه في بداية الدراسة زبطوها انكم تناموا مثلا ماكسموم كده الساعة 12 ولا حاجة وتصحوا الساعة خمسة الفجر من خمسة اللي مثلا عشر حداشر بتذكروا ست ساعات تعرف حداشر الصبح انت ذكرت ست ساعات ولسه عندك باقي اليوم كله فاضي تذكر فيه تلعب شوية تقعد على فيس تروح مش عارف فين عندك دروس الكلام ده كله زبط الساعة البيولوجية بتاعتك زائد ان الوقت بتاع الفجر ده لحد ساعة عشر صبح ده اكتر وقت البرين بيبقى فيه منسجم انسجام رهيب جدا وبيستقبل المعلومات بشكل اسرع وقوة التركيز فيه تبقى اعلى ودي نصحتي ما تتعودوش على الصهر عشان لما ييجي لحظات الامتحان تلاقي نفسك انت بتبقى محتاج انك تريح بالليل فانت متعود على الصهر تيجي تراه وتتزبط بقى نفسك الايام الامتحانات ما تعرفش تتبهدل حقا تفضل يوتول الليل صاحب لانك الساعة بلوجية بتاعتك متزبطة انك تصحب الليل وتنم بالنهر وده طبعا مش صح تمام طيب تعالوا بقى نتكلم عن سيركاديان ريزم سيركاديان ريزم يا جماعة معناها صبح وليل صبح وليل تمام طيب بتاعي بتاعي قال لي ده موليكيولا الميكانيزم دي آلية جذائية بالديركت بريودك جين اكسبريشن تخلي في بعض الجين كده يا جماعة عندي بيتحكم في حتة الصحيان والكلام ده كله فهي بالديركت بريودك جين اكسبريشن والسيرل اكتيفتي انها تبدأ تخليك تتعامل في وقت معين تنام وفي وقت معين تصحب تمام ده كده ديفينيشن اكيد مش هنقعد نحفظه ولا كتبه فاهمين يعني ساعة بيولوجية طيب مين بقى لي بينظم موضوع الساعة بيولوجية او سيركاديان ريزم او بيولوجيكا الكلوك في كده في منطقة الهايبوثالمس خلاص ادي الهايبوثالمس في منطقة اسمها سبرا كايزماتيك نيوكليس اسمها ايه سبرا كايزماتيك نيوكليس النيوكليس دي موجودة في الهايبوثالمس اهي سبرا كايزماتيك نيوكليس ومسؤولة عن تصبيت الساعة البيولوجية للانسان طبعا بالتعاون مع حاجات تانية كتير يقول لي ان يعني برضو الاي متعودة انها تتعرض للضوء في اوقات معينة وليه الضلمة في اوقات معينة وبنان على هذا الاي بتبعت معلومات محددة للكورتيكس انها تبدأ تشتغل في اوقات محددة وتنام او تفصل في اوقات محددة تخليك تنام وتصحى حسب الليل والنهار تمام طبعا الصورتين دول افضل بقى تأمل فيهم كده طبعا الصورة اللي على اليمين دي بيقول لك ان كل اورجن بتاعي بيطلع الافراص بتاعه على مداري اليوم بكمية معينة وهكده دي احد تطالك من عندي كده لو عايز تيه تستفيد في معلوماته ولكن السركاديان ريز ما لاهميني اوي اعرف ان اللي بيعمله كونترول او ريجيليشن هو السوبرا كازماتيك ايه نيوكليس تعال بقى ننتقل لحاجة تانية اسمها ايموشنز تشوف الصفحات انت بتقراها على طول ذاكر من كامبل حرفيا يعني حرفيا يلا مش اقول لك احصل لك ايه اليموشنز يا جماعة اللي هي العواطف اليموشن مش معناه اليموجي اللي احنا بنحطه لأ الخوف الزعل الفرح القلق التوتر كل دي ايموشنز تمام الانشكاح ده ايموشن تمام كده كل الكلام ده ايموشن طيب بص بقى يقول لك اليموشنز يا جماعة لو جينا نبص عليها من ضمن الحاجات اللي بتتحكم في البيوليجيكال كلوك يقول لي زي مين سيستم كده اسمه دكتور عارف مش محمد سعد لا يا حبيبي لا يا بابا لا اول سانتو اللي احنا نقول للمبيك سيستم مش لمبي لمبي بس لمبيك سيستم ايه بقى الليمبيك سيستم ده تعالى نبدأ ان نشوفه كده مع بعض جوالبري هو اللي في الصورة دي لون اورنج ده بيبقى عبارة عن حاجة اسمها ايميجدلا اسمها ايه ايميجدلا بص candy وبعده كده hebocampus جزء من الصالoperation بصد كده ادي الجزء بتاع hebocampus هو الجزء ده خلاص وده وده ل closely الجزء ده وبعده كده hebocampus خلاص وبعدها في جزء من الصالكن خلاص هنا كده في جزء من ايه من الصلاة كل ده هاي دي كده elbow جزء منها برو؟ هذا بقى كل بى العبارة يهميني منه قوي يقول عن aluminium التلاتعة ده البجزء من الصلاة west والإيميجدلا والهيبو كامبس إيه بقى وظيفة الليمبيك سيستم هقولك اللي أيلهولك وأنا أقولهولك بطريقة حلوة أيلك مسؤولة عن الإيموشن والموتبيشن الدافع والألفاكشن الشام والبيهيفيور السلوك والميموري بيني وبينكو الليمبيك سيستم هو الجزء الأخلاقي اللي بيتحكم فيه يعني مثلا أجي أعمل حاجة معينة فلاقي حاجة تقولي عيب يا إسلام ما تعملش كده ما يصحش انت كبير انت كبرت على الكلام ده من اللي يقولي لعب والحرام والحلال والكلام ده كله أه تمام طيب فيه من ضمن الحاجات كده اللي موجودة اللي احنا قلناها تركيبات حاجة اسمها إيميجدلا والإيميجدلا دي كانت الجزء الأمامي اللي احنا شايفينه ده بص كده آدي لحظة نشيل آدي هنا كده 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 سنجيب الألم الحتة دي اسمها إيميجدلا اللي موجودة دي شكلها زي ما احنا شايفينها كده اللي بتبقى تقريبا بتبقى خلاص مجموعة نيوكلياي عاملة زي إيه حبة اللقلقة والماس مكانها لوكيتد نير ذا بيز أوف دا سريبرو آدي بيز أوف دا برين قاعدة المخي قريبة منها تمام الوظيفة بتاعتها ليها دور مهم جدا إنها تعمل تخزن الإيموشنال ميموري تخزن مين الإيموشنال ميموري بتخزن الإيموشنال ميموري عشان كده ليها علاقة بالإيموشن اللي بقى الموقف ده زعلك فافضل فاكر لك الموقف وافضل فاكر إن الحاجة دي بتديني وبتزعلني ويبقى في قلبي حتة نكتة سودة تقول يا ابن انت قلبك سود كده لأقول لك أنا كده ربنا خلالي مجدلا هتفضل مفكراني بالعمل الرادي اللي سود بتاعك يا رب يعني ما نشوف الحاجات دي طيب نيجي بقى للسكشن اللي بعد كده نتكلم عن السريبرا الكورتيكس وازاي بالكنترول طبعا برضو عملتلك الموضوع بشكل منصق جدا هب 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 واحد دين تلاتة اربعة كده في ثواني تبقى شاطر ولكن نفهم الاول طيب لقينا هنا يا ميرة خلاص إن إحنا عندنا نبدأ نتكلم عن الاسبيتش واللانجوش الحديث واللغة البرين يا جماعة بيبقى فيه اربعة لوبس تعالوا نتعرف الاول على اربعة لوبس تعالوا يلا عرفكم على يوم اربع فصوص يا دكتور ازاي انت كنت تقولي لي البرين فصين يمين وشمال لا مناصد بقى اخد اليمين لوحده او الشمال لوحده عليهم أربع فصوص ادي واحد ادي اتنين ادي دلاتة ادي اربعة دا كده قدامeni نسميه front lug وده كده وراه اسمه Oriital Lub وتحت ال� utmost فيه حاجة اسمها تمبر لوب وبعد كده ورا خالص اسمه اكسيبيتال لوب. الوران تلوب ده بيسموه الفص الامامي او الجبهي عند الجبهة من قدام. والبرايتال لوب ده بيسموه الفص الجداري الجداري يعني والتمبرال لوب الفص الصدغي خلاص واخيلا الاكسيبيتال لوب الفص القفوي او الخلفي. دول الاربع لوب سبتعي. كل لوب من دول بيبقى فيه ارياس مسؤولة عن functions معينة بمعنى مثلا لو جينا مسكنا خلاص أول واحد الفرانتال لوب الفرانتال لوب يا شباب اللي هو الأزرق اللي هو بعد الخط الأحمر ده قدامه بقى هلاقي في الجزء ده كده اللي أنا عمال عمل فيه دوائر دي اسمها area 4 مسؤولة عن الموتر كورتكس ودي اللي بتبدأ تتحكم في في انقباض العضلات الإرادية وفي واحدة هنا قدام اسمها prefrontal cortex ودي اللي مسؤولة عن اتخاذ القرار والتخطيط خلاص planning وهي decision making وبعد كده عندي منطقة هنا كده اسمها broadcast area اسمها ايه broadcast area دي رقم 44 تقريبا broadcast area دي تبقى بمسؤولة انها تبدأ تخليك تتكلم forming the speech تمام دي كده بالنسبة للأكسل للفرانتال لوب في تلت مناطق أول واحدة من ورق القدامه هو حاجة اسمها motor area أو motor cortex والثاني اسمها brief frontal والثالثة اسمها broadcast area نيجي بعد الفرانتال يبقى عندي بقى parietal اللي هو الجزء الأصفر نروح له إحنا بزرق الجزء الأصفر اللي هو وراء الخط ده نلاقي أولاً الحتة اللي أنا بلوينها بخلايا دي كده اسمها سماتو سينسوري كورتكس اسمها إيه سماتو سينسوري كورتكس ودي بتبقى مسؤولة عن استقبال التوتش أو الإحساسات عموماً توتش بريشار ضغط وحرارة لمس الكلام ده كل وبيبقى معها بقى أريا تاني اسمها سينسوري أستوشيشان كورتكس بتتعيدها في وظفتها بس كلمة أستوشيشان أنا نفهمها أكتر مع الهيرينج ومع الفيجن طيب بعد كده عندي بقى التمبرال لوب التمبرال لوب برضو فيه اللي هو الجزء الأخضر ده فيه اتنين أرياس واحدة كده خلاص اسمها فيرنيكس أريا وواحدة لنا اسمها أوديتوري أريا اللي هو رقم بقى 22 وكلام ده طيب الأوديتوري أريا يا جماعة دي مسؤولة عن الهيرينج إنك تسمع أصوات آه آه ده صوت حمار إيه مش عارف ده صوت قطة وهكذا مش عارف إزاي صوت القطة صوتها إيه المهم ننضمن الحاجات المسؤولة عن السمع الهيرينج بتاعك ألا وهي الأوديتوري كورتكس الأوديتوري كورتكس مسؤولة عن السمع طيب فيه بقى إريا يا جماعة تاني اسمها فيرنيكس إريا أو بنسميها ريدينج إريا دي بتبقى كمبرهندينج اللانجوش بتساعدك على الريدينج إيه دي بقى اللي بتتعرف على الحروف والأرقام والأشكال الكلمات عشان تقدر تقرأ وتتعلم الإراية تمام وتتعلم إيه القراءة تعلم القراءة والكتابة حتى لا تكن أميا جاهلا تمام يبقى الفيرنيكس إريا دي كمبريندينج لانكوش بتساعد على الريدينج وبتساعد على القراءة لما بكون شغلة تمام يبقى الأوديتوري كورتكس عايز بقول لكم على حاجة بالنسبة لأوديتوري كورتكس الكورتكس دي عبارة عن منطقتين برايماري اوديتوري كورتكس واسسوسياشن اوديتوري كورتكس وكل واحدة لها وظيفة خلاص يا فرح إيه بقى الوظيف بتاعتها قال لي أولا كده البرايماري هي اللي تخليني أسمع بس انت تكلمين يا فرح تقول لي يا دكتور إسلام أنا سمع صوت أنا مش عارف الصوت ده صوت بني آدم ولا إنسان ولا حيوان ولا أي ما عرفش هو صوت إيه اللي يخليني أميز النصوت فرح إنه صوت إنسان وإنسان ده فرح هو مين الاسسوسيشن بتاعتها بتدي لي معنى للحاجة اللي بسمعها أنا سمع والله حيوان بينها أنا سمع صوت ده السنة مش عارف هو أي اللي بيخلينا أعرف إنه ده صوت نهيق وإن الصوت ده بتاع حمار وإن الحمار ده بتاع الراجل اللي جنب بيتنا مثلا آه هو مين الاسسوسيشن ايه أريا تمام وجيها برضو في الفيجوال كورتكس في الاكسيبيتال لوب وراء هلاقي برايماري واسسوسيشن البرايماري تخليك شايف أنا شايفك خلاص أنا شايفك وعلى رأي المسأل حرك شفافك عشان مش شايفك المهم يعني ده كلام تكاتك أنا شايفك بس أنا مش عارف إنت إيه إنت إنسان جماد نبات حيواني إنت إيه إنت مليتك إيه مش عارف اللي خليني أعرف الاسسوسيشن بتاعتها اللي هي الفيجوال اسسوسيشن كورتكس تتعرف على الأشياء تمام؟ والفيجوال كورتكس اللي هي البرايماري ده مسؤولة عن الفيجوال الفيجوال برسيبشن أو الفيجوال برسيبشن تمام؟ دول الأربعة إيه الأربعة لوبس بالإرياس بتاعتهم ووظيفة كل إيه كل واحد في بق إريا كده يا جماعة قلناها كده سريعاً اللي هي البروكس إريا اللي مسؤولة عن الاسبيتش دي إريا رقم 44 يا دكتور تبفتكر إزاي إن الإريا دي رقم 4 وبعدين إيه 44 دي أصلاً أصلاً جي منين رقم 44 ده يا محمد يا رجل قال لي بص يا دكتور جيه واحد كده عالم يهودي اسمه برودمان برودمان ده جيه يعني هو بعض علماء النيورولوجي والمخ العصاف في سنة من السنين قال لك إحنا نقول إن البرين ده ليه أرقام أو أماكن خلاص؟ طيب الأرقام دي مثلاً اللي هي زي الإريا بتاع الإحساس 1 و 2 و 3 زي الإريا بتاع الحركة 4 وهنا فيه 5 و 6 وهكذا ورقم الكورتكس الحجة حجة و 40 إريا فيه مناطق إحنا عارفين إيه بتعمل إيه ومناطق لسه مش عارفينها لحد الوقت المهم من ضمن الإرياس دي هي الإريا رقم 44 بتاع البروكس إريا اللي مسؤولة عن الستبيتش لو فشلت خلاص أو لو بازل حصل لها دامج الإنسان دي يبقى أنيبل تو سبيك مش قادر يتحدث أو مش قادر يتكلم تمام يا شباب معايا مارينا مارينا نامت أي دكتور مايك طيب الحمد لله مارينا صحي طيب إيه رأيك بقى لو الفيرنكس إريا دي بوزت هتبقى أبوليشت أبليتي تو كومبريندينج سبيتش صراحة مش هتعرف تقرأ بيسموا الحالة دي حاجة اسمها أليكسيا اسمها إيه؟ أليكسيا إنيبل تو ريدنج مش قادر تقرأ تمام ده كده بالنسبة ليه اللوبس بتاعتي والأورياز اللي موجودة فيها مهم ما قوي بقى نعملها لكم برضو بشكل لطيف طبعا الجزء ده كبير جدا في كامبل وريخم ولكن لما نقرأ بشكل منظم زي كده يبقى سهل جدا بإذن الرحمن طيب تعالوا بعد كده نبتدي بقى نتكلم عن حاجة اسمها اللاتراليزيشن الفورميشن بعد كده الجزء ده بعد كده يبقى خلصنا طيب اللاتراليزيشن يعني ايه الكلام ده بصوا شباب ايه بقى مفهوم اللاتراليزيشن تعال نقرأ ونشرح بيقول لي ان الوهيميسفيرز الوالفص اليمين والفص الشمال وفاصل ما بينهم الخطر في النص يعني بيساعدوا بعض المناطق انها تقدي وظائف المختارين بالرغم طيب سيبك بقى من الحتة دي وتعالي ناخد يعني ايه كلمة اللاتراليزيشن بصوا شباب اللاتراليزيشن معناها ان كلمة لاترال معناها جنب انها يبقى فيه جنب من البرين مسؤولة عن وظيفة اكتر من الجنب التاني ومتفرد بها والوظيفة دي واخد منها حيز كبير من المخ والجزء التاني بيبقى اللاتراليزيشن مسؤولة عن وظيفة معنا واخد منها الجزء الحيز الاجبر من المخ اسمها لاتراليزيشن فمثلا تعال ناخد أمثلة ده الريت هيميسفير وده الريفت هيميسفير الريت مثلا هيميسفير هتلاقي الدومينانت بيبقى سايد أوي في موضوع ريكو جنيشن أو فيسس إن أنا آه إيه ده معاز إزايك عامل إيه وحشني إذا عرفتين نين يا دكتور آه عارفك يا عام شفتك قبل كده وحافظ صورتك مش أنت كان صورتك حضرتها على الواتساب آه يا دكتور خلاص يا عام أنا حافظتها واللي ساعدني إن أنا تعرف عليك ووريتي بسفير شكوره يا عام شكوره يلا شكوره يلا شكوره يبقى بيديد ده يساعد على التعرف على الفيسز الأوجه والباترنز والأشكال مثلا الباترنز بتاع الموبايل إنك مثلا تعمله كده ده البصر بتاع الموبايل بتاعي على الله حد يلعب فيه تعمله كده خلاص البصر ناسا بتعمرينا رأفة أي حد كده مثلا خلاص المهم دي الأشكال برضو بيبقى مسؤول عن حاجة اسمها اللي هي علاقات الأجسام المسافات ما بينها تحديد المسافات ما بينها في الفراغ يعني أنا مثلا أعرف إن الكرسي بعيد عن الماتف فقربه وهكذا والنان فيربل تينكينج إن أنا أفكر بقى إيه مع نفسي كل الوظيف دي أو الحاجات دي بيتفرط بيها الريتيمسفير أما الليفت بقى يا جماعة دايما بيبقى مرد ماشي أدبت قاية بيبقى دايما بيحب الماث ويحب اللوجيك أوبريشنز بالصراحة دايما بيحب أقول للطلبة التوعي بص يا جماعة إنت مخك فيه مين وشمال وإحنا دايما بنذاكر وننسى بسرعة جدا لأن إحنا بنذاكر غلط قمال إيه صح يا عم الدكتور اللي يعمل لنا ده فيها دكتور دلوقت إيه صح يعني يا نور قال لي بص يا دكتور عشان تذاكر صح لازم تخلي الجزء المخ اليمين والجزء المخ الشمال اللي اتنين يتعاونوا في حفظ المعلومة وعشان أقدر أعمل الكلام ده لازم أشغل الريت وشغل الليفت وأعرف كل واحد يحب بيه حشان أعرف أشغله الليفت ده بتاع المنطق والعملات الحسابية والأسباب والواقع وليه دي جات إزاي أما الريت ده بتاعي بقى الحاجات الفكاهية أوي بتاع الحاجات الضحكة والقلشة واللون والريحة والتمثيل بتاع المعلومة الفلانية الحاجات اللي بتبدأ تعشش في الزاكرة لو أنت اقتنعت بالمعلومة اللي بتذاكرها وليه لوجيك أوي نفس الوقت حاولت تحفظها بطريقة كده فاني غنتها مثلاً عزفتها ميوزيك ولا حاجة ساعتها كتبها المعلومة سهلة ومش تنسها على كده عندنا في البطنة كده في واحد أجنبي عمل منهج البطنة كله في صورة أغاني عشان لو البطنة صعبة وطويلة فتحفظها بالأغاني طبعاً مش رفعش القوي لأنه طبعاً يعني مش مقلف كويس تعرف له هو استعانه بيه كان هيبقى أعفن من هو موجود شفتوا التواضع بتاع الإنسان طيب ده بنسبة لموضوع اللاتراليزيشن أنه كل حتة في الكورتيكس تبقى متفردة بحاجة بس كده وتعرف الليفت متفرد بايه والرائت متفرد بايه نيجي بعد كده الحاجة اسمها information processing طيب إيه بقى الانفورميشن بروسسنج دي يا جماعة يعني مثلاً مثلاً بيقول هنا منطقة الصالامس اللي احنا تكلمنا عليها تكلمناها منطقة المهات لها تحتها هيبو صالامس وفيها الهايبو صالامس ده يقول لي بتديركت different types of input to distinct location يعني احنا اتفقنا يا جماعة لو ده كده الكورتيكس وهنا كده الصالامس خلاص وهنا منطقة الإحساس في الحتة دي دي مركز الإحساس في احساس جاي منطقة تمام من الجسم يبدأ يمشي يمشي الخصوص بين الكورتيكس منها للصالامس الصالامس الأول وبعد كده تبدأ تروح ليه الكورتيكس طيب قال لي لو المعلومة اللي جاية للصالامس دي يا تقى لو المعلومة اللي جاية للصالامس كانت visual information يبقى الثالامس يبدأ يطلع منها النرف ويروح ليه ولو المعلومات دي جاية auditory بالمنظر ده هنلاقي النرف اللي يطلع منها بعد كده تطلع النرف يروح للتيمبوراللوب هنا خلاص فدي بتبدأ توزع ليه المعلومات بسرعة منتظمة عشان نعرف نحس ونشتغل طيب في بقى حاجة تاني دي الصالامس في بقى حاجة اسمها somatosensory cortex افكركم ان لو ده البرين الاريا اللي موجودة هنا واحد اثنين وثلاثة اسمها somatosensory cortex الاريا دي هي والاريا اللي قدامها اللي معمولة بالأزرق دي اسمها motor cortex motor cortex بيقول لي فيها اني نيرونز are arranged according to part of body ان الاعصاب بتاعتي مترتبة بجزء معين في الجسم خلاص او بطارية معينة في الجسم خلاص طبعا الاعصاب دي منها هيكون بقى سنسوري منها هيكون motor وده ان شاء الله اللي هنشوفو في الشاكتر اللي جاي اللي هو بتاع السنسوري الموتور اكتيفتز طيب في هنا بقى كده يقول لك الحتة دي حلوة قوي 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 عشان نفهمها لازل نقلل الصفحة بصوا شباب سبحان الله لو احنا جينا بصينا على الكورتيكس من على الجنب هنلاقي فيها الات ده كده البرين ده كده وراء بستيريور وده كده انتيريور امام تمام الجزء الاورنج ده مركز الحركات دايما مركز الحركة بيبقى موجود في الجزء الاورنج ده اما اللي وراه مركز الاحساس السنسوري اللي هو السوماتو سنسوري كورتيكس فيقول لك ايه فيقول لك ايه ان الاكستينت اوف نيرونال كنترول بصوا كده معايا نيدت فور موتور كورتيكس احنا محتاجين عشان نتحكم في الموتور كورتيكس بالجزء الاورنج ده الموتور كورتيكس ده محتاجينها طيب. اما السنسوري يبقى محتاجين فيها مين السوماتو سنسوري كورتيكس اللي هي بالازرق دي. الموتور كورتيكس دي بيسموها برايماري موتور كورتيكس موجودة في البري. خلاص. هنا البوست. هنا بري سنترال جايرس. مش مهم الكلام ده. استعرف ان هي موجودة في الجزء اللي قدامي. بصوا شباب. بصوا. تعال ناخد حاجة حلوة. لو ده كده البري فيه سلقس في النصف. حفرة. اسمها سنترال. السلقس. السلقس ده حفرة تبقى في النصف. على جانبي هنا حاجة مرتفعة وحاجة هنا مرتفعة. وفي النصف بقى في حاجة اسمها سلقس. ده كده السلقس. الحاجة المرتفعة دي بيسموها جايرس. في ناس بتنطقها جايرس. بس هي جايرس. تمام? الجايرس اللي قبل السلقس يسموه بري سنترال سلقس. او بري سنترال جايرس. واللي وراء السلقس يسموه بوست سنترال جايرس. أنا بتكلم عن إحساس وحركة قدام في حركة وخلف في إحساس تمام؟ في البوستيريور بيبقى في سينسوري انفورميشن لقينا بقى حاجة مهمة جدا إن الجسم بتاعي لما بيمثل في منطقة الإحساس أو بيمثل في منطقة الحركة بيمثل أبصايد داون أبصايد داون يا دكتور أه يا معاذ أبصايد داون أه يعني إيه يعني أبصايد داون يعني رأسا على عقب يعني أنا مفروض مفروض يعني لو أنا جيت بصيت في الكورتيك ما إنتوا شايفين كده بالمنظر دا في الصورة الحلوة الجامدة دي لقيت إيه لقيت كنز لقيت إيه كنت متوقع إن الإنسان رأسه فوق وبعد كده رقابته ودراعه وجسمه ورجليه بالمنظر دا وممثل في المخ بتاع بنفس المنظر رقيت لا دا ممثل رجليه في الفوق وبعد كده الترنك بتاعه جسمه وصدره وبعد كده ديه ووشه ولسانه متخيل؟ طبعا دا في الإحساس والحركة نفس الكلام بيبقى مرتب أبصايد داون رأسه تحت ورجليه فوق تمو في النص الترنك والأرم سلامان هو أصدر رأيك إن الحتة اللي متحكمة في الرجل من فوق مش من تحت زي ما إحنا مثلا كنت خيلين؟ أيوة يعني أنا متخيل إن الحتة دي من الكورتيكس فوق والحتة دي من الكورتيكس تحت تحت دي بقى ممثل فيها الرجلين بالمنظر دا لقيت لا الرجلين ممثلة هنا الكلام دا بقى أبان قوي لما جم يعملوا تجارب جراحية كده على بعض البيشن ومثلا ينيموهم ببنج الأول ويجوا نشرين السكال يشولوا الكابة على السكال ويعروا البرين ويخلوا البرين عريان ويبدأ يصحي العيان في نص العملية ويجي بقى يعمل تجارب إحساسية يجي لامس مثلا المنطقة دي من البرين يقول له دكتور ما زغزغنيش يا دكتور سي بريجلي يا دكتور وبعدين بقى فلزاني يعمل بلمس بمخك مش بلمس لسانك ولا رجلك ولا ديك آه بس المناطق دي هي ممثلة عن مين عن المناطق اللي بحس فيها تمام طيب لما جينا بقى لقينا عملنا الكلام ده لقينا ان الرجلين ممثلة فوق مش تحت المفروض هنا يبقى راس الإنسان ثم جسمه وهكذا لا 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 ليتمرتبة بصيد دا وين رجليه فوق وراسه تحت مش كده وبس ده كمان يا جماعة ده كده مثلا النص وليكن الراي تعال نسم الجزء الليفت بتاعه بالمنظر ده ده كده الجزء الليفت التاني خلاص في النص بقى في الحتة دي من مسحة الشخبطة دي بلاقي انه جزء من الرجلين ده كده ميديا الاسبكت هنا كده برا لاترال بلاقي في الميديا الاسبكت الرجلين سرحة نحيي الجوة شوية نحيت في النص ميديا ليه تمام فلما طبعا estaba الحصصه في مركز الحساس ومركز الحركة تعال انارنا اقترأ الكلام ده. القديم Poland الهمني ان عندي مركز الحساس ومركز الحركة الاحساس ده ورا اما الحركة قدام الخاص الده بحاجه اسمها Beri central gyrus تمام واني الانسان بيباع في مرتب فيها رأسا على العاقب say this here ده بالنسبة ليه العريق يقول اللي الموتور كورتيكس اللي هي بقى المسؤولة عن الفيس بتبقى لارجر ذان الترانك. المعلومة دي حلوة قوي. تخيلوا بقى جماعة لما جينا بصينا على المخ بتاعنا. يا تقى لقينا حاجة عظيمة قوي. ايه هي يا دكتور. يقول لي يا ياسمين كنا متوقعين مثلا ان اللسان ده صغير فالمنطقة الممثلة ليه في المخ تبقى صغيرة. وان الرجلين دي كبيرة فالمنطقة الممثلة ليه في الجسم تبقى كبيرة. لا مالاش علاقة بين الحاجة كبيرة او صغيرة بحجمها. ومال ليها علاقة بايه? قال لي ليها علاقة بايه شغلها. كل ما اريها تشتغل اكتر المنطقة بتاعتها في المخ توسع. كل ما اريها تشتغل اقل المنطقة في الجسم بتاعها في المخ تبتدي دي ايه تقل? دي حاجة نقول عليها قدام ان شاء الله في الحس القادمة اسمها سريبرال او كورتيكال بلاستيست. تمام? بس كتا. ده بالنسبة ليه اليوم. لو رجعنا كده للجدوى اللي كان موجود تحت ده بيقول لي ايه? ان عندي النيرونز اللي جاي من الليكز والفيت. تبقى موجودة عند ده بتاع طبعا الاحساس سنسوري وهنا طبعا بيكونترول المسلز اللي هي الموتر. والاتنين لكز وفيت. بنلاقي ايه? ان السنسوري ما صوت بيها اللي هي اللي لو رسمت الكورتيكس كده. ده سنسوري. ده كده سنسوري. ده كده مين? سنسوري. خلاص? يقول لي ده بيبقى موجود ان ريجان اوف سيماتو سنسوري كورتيكس. اهو ان سماتو سنسوري كورتيكس. اهو هي دي الاريا اللي بالاحمر دي. موجود فيها. بس تخيل كده ان احنا بندخل الجنب من جوة كده. تمام? طبعا ده عشان مش مجسم سري دي. بيدخل الجنب من جوة كده ليه في الرسمة اللي بعدها. لو رحنا للصفحة التانية. اهي. كده بقى انا مش بصص من الجنب انا بصص من ورا. فانا كنت ماشي ده كده الرجلين ويدخل جزء في الميد لاين في النص اهو. وزيها برضو الموتر. بس الموتر تبقى على الجزء ليه الازرق. اللي هو البري سنترال جايروس. بس كده. حد عنده اي اسئلة? هو دكتور لما بيجو يعملوا العملية دي يعني لما بيجو يحطوا صبعهم في موخوا كده. هو ده مش بيوجعوا? صبعا. هي تستعمتا بيصحوه وهو ده مش بيوجعوا? لا مهما بيبقوا مخدرين الجسم ومصحيني الحتة دي. مخدرين. يعني هو بصي بصي هو. البريين اصلا نفسه لما بيتلمس. البريين تشو. يعني ما فيهوش بين ريسيبتور اللي بيوجعني اللي حوالين البريين. فانا بيبقى شاهل ده كله ركنه على جنب يعني وبالمس البريين نفسه. وبعدين بيلمسوا بتولز معينة يعني. تبقى حساسة جدا لان البريين يا جماعة ده بيبقى معمول من لبت فات. لو انا لبسته جامد بيسيح. بتخيلين. عمزي حتة الدهنة. تمام? طبعا انت لو بتعملوا الاكل لو ما فيش اي حتة الدهنة في البيت وعايزين تعملوا الاكل ممكن تطلع حتة من المخ نصايحة بيها. ها. اللي كتا تسأل التانية. اه انا كنت اسأل على الكويز بتاع المرة اللي فاتت. هيا الفكرة ان انا كنت هيسهرت وكنت مذاكر بالحوار ده بس يعني الاسئلة. بص يا ياسمين عشان بس ايه استيشن ده الريكورد دي بقى مقفول على البتاع ده. لو احنا خلصنا شرح هقفل الريكورد ونتناقش مع بعض في اي حاجة تاني. الناس عندها اي اسئلة في استيشن. طيب. هاختم استيشن كده. استيشن بس اللي والشرح وعا كان اقفل الريكورد. سبحانك الله ما بحمدك. اشهد والله الى الى الانت استغفرك اتوب اليك. اه بالنسبة للموضوع الجنجلية. احنا مفروض عندنا الجنجلية دي ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. عشان الاعصاب اللي ايراضية بس اللي هي الاوتونوميك نيرفوس. طيب برضو ليه? احنا عندنا الاوتونوميك نيرفوس. الصوت. الصوت اللي هي بفتحة صوت. ها. اسماء اشرف. بقى. الفكرة كلها في الاوتونوميك نيرفوس ان احنا عندنا. اعصاب سيمباتاتيك واعصاب بارة سيمباتاتيك. البارة شكب ركب خمس اعصاب. والسيمباتاتيك شكب ركب خمستاشر عصب. يعني كل الاوتونوميك نيرفوس سيستم اللي بروح للجسم كله عشرين عصب. حد يرد علي العشرين عصب دول هل كافيين ان احنا نوصلهم لكل حتة في الجسم او للجسم كله لا فكل لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل وسيلة يكتر بيها عدد العصاب الوسيلة دي كانت المشترك الاسمه جانجليا الجانجليا دي بيسابة مشترك يدخلها عصب من العشرين عصب دول ادي الجانجليا هو يتفرع العصب ده الى تمن لتسع عصاب وبعض الجانجليات بتوزع او بتفرع العصب ده الميت عصب فمن قصدي فليها رينجيو كل جانجليا بتختلف عن التانية وهكده حسب نوعها ومكانها والكلام ده كله بس المهم انها بتكتر عدد العصاب فبدل ما كنت بطلع عصب واحد لا بيتطلع عصاب كتيرة فالقابل الجانجليا اللي هو ده بنسميه بري جانجليونيك نيرف قابل الجانجليا اما اللي بعد الجانجليا بنسميه بوست جانجليونيك نيرف تمام كده الجانجليا دي بقى المفروض ان لها انواع فيه ثلاث انواع اساسية فيه ثلاث انواع اساسية ايه بقى الثلاث انواع الاساسية فيه نوع بنسميه خلاص لترال جانجليا وفيه نوع بنسميه كل لترال جانجليا ونوع بنسميه ترمينال جانجليا خلاص افكروني برضو ابعط لكم الورقة بتاع الجانجليا دي لو انتوا عايزين نذكروها اللترال جانجليا دي بيسموها بارا vertebral ganglia يعني جنب الvertebral coulomb والcollateral عايز أقول لكم collateral يعني جنب اللateral كلها معناها مصاحبة أو ملازمة للateral فبنسميها pre-vertebral ganglia الترمنال اسمها ترمنال تمام؟ طيب كل جانجل يومي دي بيعدي فيها مجموعة أعصاب معينة يعني مثلا اللاترال بتعدي أعصاب خاصة بالsympathetic nervous system بس كل أعصاب سمبثاتيك من الخمستاشر دول أما الترمنال بتعدي أعصاب بارا سمبثاتيك بس تمام كده؟ الكلاترال أو البربرتbral ما زعليتش حد تعدي شوية سمبثاتيك وشوية بارا طبعا بارا قليلين ولكن معظم السمبثاتيك تمام؟ دي التخصص تعالى الأعصاب اللي بتعدي في الكلاترال طبعا ليه أماكن بقى بس الكلام ده يعني إيه نبقى ناخده في وقت منفصل خاص به لما أفتح لكم الورق بفعل دي كده أنواع الجنجلية وظيفها أنها تشتغل اكتاز ديستريبيوتينج سنتر اكتاز ديستريبيوتينج سنتر يعني كمركز توزيع أنه بيدخلها لعصاب يحصل له دايفيرجنس يتفرق إلى عدد من الأعصاب ووظفتها أن احنا نشتغل بها كمركز توزيع يكتر عدد الأعصاب بتاعة الأوتونوميك نيرفوس عشان يقدر يسبلاي كل حتة في الأعضاء بتاع جسمي تمام؟ وبتبقى خاصة بالأعصاب اللا إراضية فقط أما الأعصاب السوماتيك اللي هي الإراضية عددها أصلا كتير فمش محتاجيني الكلام ده بالمناسبة حاجة كمان العصب عندي اتفاعلة ممكن يكون ميلينيتد أو نان ميلينيتد ده كده بري جانجليونيك دخل جانجليا طلع عصب بوسط جانجليونيك أنا ما عملتش تفرع مش لازم يعني دلوقت ده ماللي الأعصاب اللي بتطلع من الجانجليا اللي هو اسمه بوسط جانجليونيك نيرف ما بيلاقيش عليه ميلينشيس يعني بيدخل الجانجليا بيتقشر من عليه الميلينشيس بيبقى نان ميلينيتد نان إيه ميلينيتد أما البري جانجليونيك نيرف بيبقى ميلينيتد عادي ما فيش أي مشكلة خالص بيبقى ماله ميلينيتد عادي ما فيهوش أي مشكلة تمام؟ اهو آدي الميلينشيس بتاعه اهو 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 تمام يا شباب؟ طيب لو أنا حبيت أسأل على الحتة دي سؤال وقلت يا هاجر يا هاجر هاجر علي يا هاجر هاجر اه يا دكتور زيك يا هاجر الحمد لله لو قلتلك هل الكهرباء بتتنيل في البري والبوست بنفس السرعة؟ أكيد لا ومال في البري أكتر بس كده أسرع ليه؟ علشان الميلينشيس حلوة علشان الميلينشيس ايه بقى اللي ملخبطكو في الجانجليا؟ غير اللي أنا قلته هيا شباب بالنسبة لي ما خدش فهم المصطلح جانجلي يعني أصل حلوة فهمتها كده ما حدش بقى حاولي يدور يعني ايه جانجلي بالعربي إنما أعرف المعنى هي عبارة عن مجموعة في أحيانا بعض الكلمات معناها العربي اللي هو اللفظي لفظاً كده ما بتستفدش بيه حاجة يعني مثلاً تقرأها بالقواميس كده يكتب لك كلمة غريبة نصلاً معرفاش بالعربي إنما أفهم المعنى الترجمي اللي هو اللغوي كاملاً اللي هو شرح المعنى بالعربي هي مجموعة من الأجسام الخلال العصبية موجودة outside the sea ووظفتها بتشتغل ككذا زي ما احنا قلنا ها بقى عندكم أي كده مشكلة فيها أو حد كده بطر اي يا محمد هو أنت قلت اللي هي بتخش منها نيرف واحد وبعدين تتفرع كذا نيرف لا مش لازم تخش منها نيرف واحد يعني الجانجليا دي ممكن يريلي فيها نيرف أو أكتر فبصد إيه يعني كده عملت فيها ريلي تفرعت لداء عصاب دي تفرعت لداء عصاب ممكن الجانجليا دخل فيها يريلي فيها يعني ينتهي فيها عصاب واحد أو أكتر من عصاب عادي تمام بس العصاب المتفرعة منها دي أكيد كل واحدة راح للمكان مختلف طبعا اللي بيخلي بقى السيمولاس اللي جاية أنها تروح للمكان ده يعني ما تخشش في الكل اه من تبصة عايزة أقول لك أن حتة الجانجليات بتاعتي مش بتاخد مثلا عصب من الإيد وعصب من الرجل والإشارات بقى تروح للإيد تروح للرجل لأ مفيش اسمها كده يعني لو هي تجمع لو في بعض الجانجليات بتكونفرج أكتر من نيرف فبيبقى النيرفات دي رايح تغزي نفس المكان فمش فارق معي إن الإشارة تروح هنا أو هنا تمام وصلت تمام هيا شباب طيب هي اسم العملية اللي هو اللي بيختبروا بعمل فيها تستنجل مخت اسمها إيه؟ مش فاكر حرفية مش فاكر ممكن أشوفها لكم أبقال لكم يعني أبحتى نزلكم لها فيديو على اليوتيوب يريد حاض دكتور هو في طريقة ممكن نحفظ بيها كميد الحدادة كنا خدناها النهار دا دي على فكرة يعني الورق اللي معمول دا كافير إن يخليك تبصي على الورقة تحفظيه دكتور تعالي روح للورقة كده سريعة بصي الورقة كده أولا تعريف الاراوزا والسليب قهبل قوي ده كده الجزء العجنبي دا والجزء العجنبي اليمين تعالي قلت إن فيها فيها تلاتة بولجز واحد ابنين تأتي دي بتكون من كذا وكذا والتكوين بتاعها فاش مشكلة الوظايفة بتاع السريبرون حطي أي وظيفة في السريبرون دي طلع صح بس ما تنسيش أهم حاجة أهم حاجة أو دي أهم حاجة في السريبرون تمام طيب من ضمن بقى الحاجات اللي هو بيحتوي على الكلام ده كله هبل سنحطه عشان كان بالكتب ومش أكتر ولكن كله هبل يعني قلتها قلتها ما قلتاش خلاص من أي الفقن من ضمن الوظايفة بتاعته تمام حل وبعد كده الوظايفة بتاعته العادية يعني حطي في أي حاجة تطلع صح مش مهمة خالص كان فيه سؤال بس على الكوربس كالوسوم الكوربس كالوسوم اه كالوسوم هو بيعمل كونكت بس ولا هو بيقول لي ده اشتغل وده ما تشتغلش لا هو مش بيقول هو بيبدأ كوردينيت بس برضو وريني صغط السؤال كامل عشان أقدر يجاوب لك عليه صح يعني هو وظفته إنه هو يعمل كونكت بس اه وظفته إنه يبدأ يكونكت بس قول لي برضو إيه السؤال يعني ممكن ما يخليش الراية مثلا يشتغل ووقف الليفت لا هو يعمل كوردينيشن ما بينهم اه كام قصدي طيب بس الحتة دي قبل منسل زملتكم لو جينا مثلا بصينا للجدول ده خلاص أنا مش عايز من الثالمس غير حتة إنه هي بيبقى مركز لي السينسيشن خلاص اللي هي دي سينتر فين الألم معلش أهو مين لسينتر 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 قوي 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 في الميت برين إنه ليه علاقة أكتر بموضوع اللي هي حتة خلاص وأي معلومات حسية بتعدي من خلاله وتروحه تيه طيب النسبة للبونس أهو الله بيبقى يعدي معلومات خلاله ومسؤولة عن الحاجات اللي هي large scale body movement اللي هي دي ومفيش حاجة شبيهة لها تاني وفيها السينتر المهمة اللي أنا ما قلتاش في أي مكان تاني والمتفردة بيها اللي هي مركز التلفز مركز البلع مركز المتحكم في الهارت وبلاد بيزلز البومنتين الديجيشن كل الكلام ده وجينا بعد كده تكلمنا على تفاقنا مسؤولة عن خلاص والميلاتونين مسؤولة عن والتفاقنا هي وبيتحكم فيها حاجة اسم سوبرا كازماتيك نيوكليز تمام؟ وبعد كده قلت هنا الاموشنز او مسؤولة عنها حاجة اسمها limbic system اللي مكون من كذا وكذا وكذا ووظائف limbic system اهو كلها حاجات معنوية emotion ودوافع والفاكشن وبيهيفيور كل الكلام ده تمام؟ الاموشنز دي لو قلت انها حاجة شكلها كذا وموجودة في كذا ووظفتها emotion بتخزن emotion الميموت بس كده ودي اللوبس بتاعتي كل لوب والاريا بتاعتي مسؤولة عن كذا كذا خلاص فيش اي تشابه ما بينهم والليترالايزيشن اني عندي اتنين كورتيكس كل واحد متفرد بوظيف معينة وبعد كده اتفقنا الانفورميشن بتاعتي الفيجوال بتروح للأكسيبيتال لوب والأوديتوري مسؤولة بتروح للتيمبرال لوب وهكذا بس وان الجسم بتاعي فيه حاجة اسمها منطقة الاحساس والحركة الموتور كورتيكس والسنسوري كورتيكس ودي مكانة فين مكانة فين وخلاص خلص ادي المحاضرة كلها لخصتها في ثلاث دقايق وصلت الناس كتب تسأل كنرمين كتب تقول الحفظ هاجر انا نرمين تمام يا نرمين كده واضحة امين اللي كان باب يسأل وعاية يسأل حاجة كان فيه بنت برضو تسأل ايو انا دكتور ما علشي هي الجانجليا موجودة فين في البيئة انس في الاي في البريفرال نيربس سيستم ايو موجودة فين اللي موجودة فين بص اي ستي لوانة بسم دولات الفقرات دي دولات الفرتبري فقرات العمود الفقر حل الفقرات دي بلاقي بقى النوع كده اسمه بارا فرتبرا اللي هي اللاترال موجودة هنا اهي على جانبي العمود الفقر دول عددهم 23 مرسوسين تحت بعض احيانا في بعض الناسبه 22 واحيانا 23 حد ايب 24 خلاص بجانب العمود الفقري كده طبعا العمود الفقري المفروض ان ماشي جوا بالمنظر ده اهو يطلع منه الاعصاب ويجي معد في الجانجلية ويجي راح للارجن يطلع منه الاعصاب ويجي معد في الجانجل يروح للارجن يسمى هلاترال في واحد ثانية يسمى هلاترال موجود هنا كده خلاص يطلع العصاب نسب بين الكورو ويجي معد في الجانجليا بتاعته على حسب كل عاصب مخصص يعدي في واعمل الجانجليا دي كده جنب في بقى نوع الترمنال بيبقى موجودة عند الاورجن تخيالي مثلا عندنا الاورجن اهو المعدة مثلا اهي تمام فنلاقي ان العصاب يطلع من معديش بقى في الجانجليا دي لأ ايروح يعدي في جانجليا عند الاورجن عشان كانت سامة في الآخر تبقى عند الاورجن او في الاورجن دي اماكن الجانجليات تمام يا تقر بس المس بتاعة المدرسة قالت لنا ان هي بتبقى موجودة في البرين لا اللي موجود في البرين في واحدة في البرين كده اسمها بيزا الجانجليا خلاص البيزا الجانجليا دي هي نطقة جانجليا حتى لما منيجي ندرسها او ندرسها بطالب الطب نقول لهم ان دي كانت التسمية wrong in nomenclature او nomenclature تسمية خاطئة دي التسمية الخاطئة لانها نطقة جانجليا ولكن هي نيوكليس ولما منعرفها منعرفها ولكن التسمية عفى عليها الزمن او جرى عليها الزمن يعني ما اهمل نهاش وما صلح نهاش قلنا خلاص مش مشكلة نقول عليها بيزا الجانجليا ولكن هي لما نيجي ندرسها نقول نطقة جانجليا بالمعنى الحرفي تمام? لما تيجي بقى تقول لك الجانجليا موجودة في البرين قول لها زي ايه و ايه وظيفتها وتعالي نقشيني فيها ونشوف وجهة نظرة وقول لك الصحة تمام يا شي ايه تاني بس خلاص اوكي بقيت الشباب دكتور من فضلك هو واحد لك ينفع تحط لنا اسئلة اكتر من اللي بتبعها موجودة في الكويز او كده اوكي منشكر انا عافية دكتور لو احدك ممكن تعملينه مورك ممكن نعمله مورك مفيش مشكلة يعني قصت عشان النساء انحيلة اسئلة اكتر قبل الكويز فنجيب درجة كويسة حاضر ايه 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 تاني خلويس يا دكتور كان عندي مشكلة بسبب مذكرات وانا جيت اطباعها فالكلام صغير خالص كنت ارد عليك عبدالله شفت انا اصجبت عليك السلطة وخلص شوف انت محفظت ايه وبلغني انا هتبع عليك الكواليك خلوة جدا مستم جدا وهرسالها لك عن طريق شركة شهر طب خالص تمام تمام هيا شباب حد عند ايه مشكلة تاني طيب اوكي انت قابل بقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي برضو وتنسوش بقى اللي انتحلم ما ننزلكم اللينك على الجروب تحلوا معاكم بكرة كله تحلوا اوكي وما فيش حد يكتسل لان اللي هيكتسل يعني هنزعل مننا كمان اتمنى ان احنا الشهر دا نكون مشينا مع بعض حلو انا ما اصرتش محد فيكم ولو انتوا شايفين ان احنا مثلا ماشيين بريتم بطيء او احنا متاخرين فاحنا مش متاخرين عشان انا ماشي بريتم بطيء الحمدلله انا الاستشان بتاعي مما بيقلش عن الساعتين وبيبقى شرح ساعتين بيور واحيانا يعني الساعة نفات كان بيبقى ازود بصور فكرة كلها انه المنع جداعكم ممكن يكون طويل الحب ولكن انا قلتلكم برضو رغم ذلك ان احنا هنخلص ان شاء الله على اخر اتنين ولا حاجة او عشان ناخد بعدها جزء الانفنتور يعني تمام الساعة اللي جاي او الشابترز اللي جاية في حاجات منها تبقى صغيرة فمش هتاخد الوقت دا كله يعني تمام يا شباب وممكن برضو لما نيجي مثلا الدنيا نخش شوية في اندماج الدراسة والجو الدراسي نبقى نزود سيشنز في النص ولا حاجة يعني طب هو فعلا او يا دكتور لازم يعني نصرع شوية لان احنا بناخد اربعة سيشنز بايو في الاسبوع في المدرسة حالو احنا خلاصة اللي احنا خلناها قصة مش مشكلة يا جماعة احنا لدينا علاقة ان انتو دلوقتي مثلا نتحاسب ان احنا خلاص من لنا لك شهر كسا فالدكتور ممكن توقف ريكور شكرا شكرا شكرا